اوكي مبلش السلام عليكم جميعا كيف كيو اخوان ان شاء الله بخير انا زميلكم محمد جطنامي واليوم باذن الله راح تكون معنا اول محاضرة من محاضرات الفيسيورجي او علم وظائف الجسم هاي المحاضرة عبارة محاضرة مقدمة وهي عبارة محاضرتين جميعيات في محاضرة واحدة محاضرة شخة او بتجنن او سهلة او ابيهاش اشي هلوين؟ بالبداية راح نحكي في هاي المحاضرة عالمقدمة بسيطة راح بعدين راح نفوت في موضوع اش اسمه الهوميوستيس ونتوسع فيه شوي موضوع بسيط جدا ان شاء الله اول اشي نحكي شو تعريف الفيسيورجي اخوان الفيسيورجي هو علم وظائف جسم الانسان كيف جسم الانسان وكيف الاعضاء في جسم الانسان بتشتغل فهو عبارة عن العلم الذي يدرس وظائف الجسم والعوامل الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على ايش هذه الوظائف فقط لا غير فبيجي بيحكي لك الفيسيورجي هي عبارة عن الخصائص والعاليات او الميكانيزم الذي يقوم بها جسم الانسان ليش؟ عشان نعتبره كائن حي يستطيع ان يدوم في حياته فبيجي بيحكي لك عشان تفهم شغلة بس مش مكتوبة هون علم الفيسيورجي اخوان وعلم وظائف الجسم هي ليست مقتصرة على الانسان فقط هي عبارة عن علم يشمل الانسان والحيوانات ونبتة اي كائن حي فيه له حرفيا فيسيورجي خاصة فيه ولكن نحن لن نتطرق طبعا الا لمن؟ الا لجسم الانسان عشان تعرف الشغلة انا لما اجحكي لك علم وظائف الجسم معناته ان الجسم الانسان وكل اعضاء رح تشتغل مع بعضها عشان ايش؟ عشان تخلي هذا الانسان على قيد الحياة فكل الاورغانز كل الاعضاء كل التشيوز كل الانسجة رح تقوم بوظائف معينة ليش؟ أجد؟ to help to maintain the internal environment constant عشان تقدر وتساعد على ان تحافظ على الهلبيئة الداخليية وي motiv noises و هذا مي يسمى هو pouch تسويس و سوّاح نتحدث في هذه المحاضرة ناكي شفيه عن لـ Human body و عن جسم الإنسان لاحظنا ان العلماء يجو يمسكوا جسم الإنسان قاللك والله يا سيدي , انا بدي ايقسم جسم الإنسان لتدريجات انه والله من الأصغر تكوين فيها أو من أصغر مكوين فيه إلى أكبر مكوين فيه قاللك مونت يا سيدي خلينا نشوف شو أصغر مكوين فيه أصغر مكوين في جسم الإنسان هي الـ العلبة الجزائيات الكيميائية ومجموعة الجزئات الكيميائية تجمع مع بعضها بتعطيني الخلايا حلوية؟ بقول لك خلايا يا سيد طبعا هذا أحرفين حكي مدرسة مجموعة الخلايا مع بعضها شو بتعطيني؟ الأنسجة أو التشيوز مجموعة الأنسجة المتشابة طبعا زي إيش تشيوز زي اللي هو مثلا النسجة الطلائي النسجة الضام النسجة العصبي إلى آخره مجموعة الأنسجة مع بعضها بتعطيني الأعضاء زي إيش أعضاء أو الـorgans زي القلب، الكلية، الكبد، إلى آخره طيب لما أجي أنا أحكي لك والله أنا عندي الجهاز أو عفواً اللي هو العضو القلب وعندي الدم، الأوعية الدموية هذولا ثلاث أعضاء مختلفين لما أجمحهم مع بعض شو بعطيني؟ بعطيني الجهاز الدوراني فلاحظي أنه مجموعة الأورغنز مع بعضها تعطيني system أو الجهاز طيب لما أجي أجمع لك أنا الجهاز الدوراني مع الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وكل أجزة جسم الإنسان شو بعطيني هذا بالآخر؟ human body، جسم الإنسان فإذا تقسيم الجسم الإنسان تقسم إلى chemical molecules، سيئات كيميائية مع بعضها تعطيني cells أو خلايا والخلايا تعطيني tissues أو Ncg Ncg مع بعضها تعطيني organs أو أعضاء في النهاية ستعطيني systems والsensis مع بعضها تعطيني جسم الإنسان بشكل كامل نبدأ بالcells أو الخلايا الخلايا طبعا هي basic functional unit for life هي وحدة الوظيفية الرئيسية للحياة وهي الأساس عندنا حيث أنا في داخل جسم الإنسان يوجد عندي يا إخوان أكثر من 100 تريليون خلية شو تريليون؟ 10 قوة 12 يعني رقم إنه كثير كبير كثير يعني أنت لما تحكي كمان 100 تريليون ضيف هاي المية على شو قوة 12 أنا 10 قوة 14 خلية طيب هاي الخلايا هاي كليات ليش موجودة في داخل جسمي؟ أو شو هي الخصائص موجودة لهاي الخلايا؟ عشان تفهم شغلة أنا الخلايا في داخل جسم الإنسان كلياتها تستهلك الأكسجين والمواد الغذائية لكي تصنع طاقة أنا عندي السيارة يا سيدي السيارة بديها تمشي كيف سيارة تمشي؟ بدها وقود بدها بنزين هو النفس الإشي عندي خلية خلية بدها إيش؟ بدها تعيش كيف تعيش؟ بدها وقود إلا ما هو وقود الخلية؟ هو الأكسجين والنيوترينت أو المواد الغذائية فكل الخلايا في جسم الإنسان تحتاج إلى هذا الأكسجين وهذه النيوترينت ليش؟ عشان تنتج أنرجي تبردوس أنرجي عشان وظيفتها يظلها موجودة ويظلها على قيد الحياة هلوين؟ حلوين طبعا أنا والله وعاهم يجب يحكي لي طيب أنا عندي خلية قلبية وعندي خلية عصبية وعندي خلية بإجري وخلية براسي هل هذه الخلايا تختلف بطريقة إنتاج الطاقة؟ لا كل خلايا الجسم تعمل الطاقة بنفس الطريقة وراح تخطوها إن شاء الله في ماتل فيو كيم بالتفصيل فميكانيزم طريقة إنتاج الطاقة في كل الخلايا is the same وهو نفسه حلوين؟ حلوين طيب أنا يا سيدي عندي هاي الخلايا مسكتها الأكسجين ومسكتها النيوتريانس حلوين؟ راحت أنتجت لي إيش؟ طاقة طيب ما هاي الطاقة هل رح يندوج عندي إيش كمان؟ نعم رح يندوج عندي فضلات أو إيش اسمه waste products أو empty products شو ما ظل؟ هم الفضلات اللي لازم أتخلص منهم إلى خارج جسم الإنسان فبيجي بحكي لكم في كل بساطة بإنه they all produce in the products into surrounding fluids فأنا عندي هاي الخلية مثلا لما أخذت الأكسجين والنيوتريانس راحت أنتجت لي هاي الطاقة وهي waste products هاي waste products هاي waste مثلا هون لازم يطلعوا من داخل هلوين على السائل الموجود حولها عشان أقدر بعدين أوديه على الدم ومن الدم أطلعوا إيش؟ إلى خارج جسم الإنسان هلوين؟ يا سلام عليك وبيجي بحكي لك أنه أنا معظم خلايا جسم الإنسان أيضا من خصائص الخلايا بينها لديه القدرة على إيش؟ على التكاثر أو الربروداكشن أي معظم خلايا جسم الإنسان تستطيع أن تتجدد وأن تتكاثر ما عدا بعض أنواع الخلايا زي الخلايا العصبية خلايا العضلية ما أحدش فاضل راح نحن هيكي لقدام إن شاء الله حلوين؟ حلوين طيب مجموعة الخلايا مع بعضها شو بتعطيني؟ tissues أو الأنسجة فالنسجة هي group of cells مجموعة من الخلايا اللي إيش مالها؟ that have similar structure لديها structure وشكل متشابه مع بعضها للبعض و they function together as a unit بيشتغلوا مع بعض حرفيا كوحدة واحدة حلوين طيب شوف عندي أنواع للتشيوز حرفيا فقط أسمعها لا أكثر عندي nervous tissue نسيج عصبي muscular tissue نسيج عضلي epithelial نسيج طلائي وكنكتب النسيج الضام هذولة بسحرفيا مسميات بيشتغلوا عنها أي تفاصيل زيادة طيب مجموعة التشيوز مع بعضها شو بتعطيني قلنا؟ organs أو الأعضاء فالأعضاء هي more than one tissue that functions together أكثر من نسيج بيشتغلوا مع بعضهم البعض شوفين دي أعضاء في جغة في الإنسان؟ أيو أضوي أخوان المعدة الاستومك القلب الاوعية الدموية الكبد الكلية كلها هي أعضاء تمام؟ طيب أنا جمعت مجموعة أعضاء لديها تقريبا نفس الوظيف مع بعضها البعض شو راح يعطيني؟ راح يعطيني system أو جهاز فالجهاز أو system هي organs that function together زي الdigيستف system أو جهاز إيش؟ I'll help me وطبعا أنا في دخلت من الإنساني يوجد 11 system وما بدي أكتب تعرفوا أي تفصيل عن هذه السيستمات إلا أسماؤها فقط لغير وهترجم الكوية هنا circulatory system الجهاز الدوراني اللي بكون فيه القلب والدم والاوعية الدموية الdigيستف system اللي هو إيش؟ جهاز الهضمي اللي بعضهم طبعا اللي هو تفاصيل جدا طويلة ورح نأخذها إن شاء الله في ماتة الفاينال ما دكتور دعاء respiratory system الجهاز التنفسي urinary system الجهاز البولي skeletal system جهاز العظمي muscular العضلي integumentary ألا وهو الجلد المقصود فيه اليميون سيستم هو جهاز المناعة ورح نأخذه بإذن الله في الفصل القادم التفصيل كمادك كاملة على اليميون سيستم nervous system جهاز العصبي endocrine system اللي هو غضل للصماء و reproductive ألا وهي الجهاز التناسلي وإذا ما قلت لك no details needed وببديش تعرف أي تفصيل عن هذه السيستمات بس كأسماء بحيث يتجد لك في الامتحان all the following are systems except وعنه هذا السؤال المستبعد ولا بحياته إجاء ولا بحياته رح يجي هسا عشان تفهم شغله في مقولة دائما في كتاب قايتون أو ما تفتحه رح يجي كيلك we remain alive in almost is almost beyond our control أو our own control هس يا أخوان قبل 10,000 سنة عدم المؤاخد كان في دكاترة أبيش دكاترة ما كان في دكاترة طيب كيف عاش الإنسان هين 11 شهر مليون نسمي بصلاة النبي كيف عاش الإنسان كل هذه الفترة من دون دكاترة لأنه أنا الإنسان عشان يعيش ما بحتاجة دكاترة هذا إشي حارفين beyond our control خارج عن إرادتنا ربنا خلقنا وخلق جسم الإنسان بحكمته بحيث أنه يظل على قيد الحياة رغم أنفه تمام؟ طبعا أنا في عندي عشان هاي الشغلة عشان الإنسان يظل على قيد الحياة لازم يكون في عندي أجهزة تنظم جسم الإنسان بشكل عام ففي عندي أنا مني control systems in our body في عندي العديد من أجهزة التنظيم في داخل جسمي من أمثلتها الـ genetic control system الجينات أو الـ DNA الـ instinct الغرائز والـ homeostasis راح نحكي إن شاء الله في التفصيل في هذه المحاضرة أول إشي نحكي عن جيناتك control system أو جينات الـ DNA يا أخوان أنا عندي خلية هاي خلية شو فيها DNA شو وظيفة الـ DNA؟ الـ DNA هي عبارة عن المادة الإبراسية اللي فيها كل المعلومات التي يحتاجوا الخلية التي تحتاجوا الخلية عشان تقوم بوظيفتها فـ DNA in our cells لما يصير لها activation وتفعيل it makes our cells do specific functions تجعل الخلية تقوم بوظائف معينة طيب أنا عندي هاي الـ DNA هي مجموعة معلومات يعني بتسوي guidance أو تقود الخلية إلا تقوم بوظائف معينة تمام؟ إذا هاي الـ DNA صار فيها خلل هاي المعلومات تخربطت صار فيها طفرة DNA mutation هل برأيك وظائف خلية راح ضلها نفسها؟ أكيد لا المعلومات الـ guidance الرئيس اللي بيقود الخلية خرب صار فيه خلل فالشروع يصير في عندي abnormal function of the cell وظائف غير طبيعية في داخل الخلية في داخل الخلية بشكل نعم حلوين هاي بالنسبة للـ genetic control system الـ instincts أو الغرائز الغرائز إخوان طبعا هاي بتشمل الإنسان والحيوانات أيضا وموجودة في كل الكائنات الحية أنا عندي الـ instincts عليها أمثلة when you feel hunger لما واحد يجوع شو بسوي؟ بفتح طلبات وبطلب you seek food بتروح بتوكل when you feel fear لما واحد يخاف شو بسوي؟ seek refuge يدور على ملجأ ما كان يتخبى فيه وعشان to keep the species the species alive لحفين الإنسان يضاع على قيد الحياة وreproduce ويتكاثر ربنا زرع في جسم الإنسان as sex desire وعشان sex desire hope the human being أو الإنسان seeks fellowship ويبحث عن قارين له لكي إيش لكي يتكاثر keep the species alive طبعاً كمان فعنا من الإنسان ألا وهو المتيرنتي أو الأمومة وهو المال إن هي المرأة عندما تولد بحط له الطفل على إيش على بطنها أو هي بين أديها وهذا يعني يفعل زي ما تحكي غريس الأمومة عندها وطبعاً في كثير دراسات على قسد غريس الأبوبة إنو هل هي موجودة أم لا أنا صراعاً ما أقول موجودة ما جربناش بس إنو أقول إنها موجودة على المؤاخذة ولكن في كثير دراسات تتحدث هذا الأمر ومش حاجينه ثالث نظام ينظمت من الإنسان الهوميوستيس آها يا مرحضة شو الهوميوستيس ياخوة؟ الهوميوستيس هذا اللذيذ الأوي هذا الحلو الهوميوستيس بكل بساطة هو الحفاظ على وضع طبيعي في دخش الإنسان في كل مناحي سواء كانت من ناحية درجة الحرارة، ضغط الدم، مستوى الجلوكوس، كل شيء في دخش الإنسان يكون في وضع طبيعي ثابت، تمام؟ وهذا الهوميوستيس هو شو هو اللي بشتغل عليه؟ بشتغل على الانتيرنال انفيرومنت أو على الهوميو البيئة الداخلية تسمى الإنسان عشان ما نتخربطش، ما هي الانتيرنال انفيرومنت؟ نفهمها شوي ياخوان أنا عندي هاي خلية، حلو؟ هاي خلية في داخلها سائل هذا السائل بسميه انترا سيليولر فلود أو الفلود أو السائل الداخل الخلوي في عندي سائل حوال الخلايا هون موجود وسائل داخل الأوعية الدموية هون هاذا اسمه بلازما ورح نحكيه اسمه كمان إن شاء الله بعد شوي وهذا اسمه انترستيش الفلود أو اللي هو السائل بين الخلوي هذول الاثنين بسميهن إكسترا سيليولر فلود سبحان الله، السائل خارج الخلوي ما بتاعش علم بعمله كيف؟ هاذا الإكترا سيليولر فلود إلو اسم ثاني شو هو؟ إنترنال إنفيرومنت أوكي، فالإنترنال إنفيرومنت مين هي؟ هي الإكسترا سيليولر فلود السائل خارج الخلية فعنى الهوميوستيس هاذا الهوميوستيس بحافظ لي على تراكيز المواد تكون ثابته في داخل الإكسترا سيليولر فلود فقط؟ نعم صحيح عشانه إذا أنا حافظت على الإكسترا سيليولر فلود يكون ثابت تراكيزه، الإكسترا سيليولر فلود داخل الخلية بيكون بلت إن يعني حرفين إيش ماله، راح يكون بلت إن إنه ثابت وفي الوضع الطبيعي هلوين؟ فإذا أنا هوميوستيس المينتينس وفنير الكونستان كونتشنز بمين؟ بالإنترنال إنفيرومنت، اللي هي مين؟ الإكسترا سيليولر فلود، هلوين؟ 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 هلوين هاي سطرين هي فقط إعادة لهاي ولا فلسفة زيادة فاشطبوا إياها، نوتز وغننا بسيطة بيحكي لك وهذا السؤال سنواتي قبل هالمرة، ألا وهو أعلى عدد للخلايا في داخل الإنسان، من هو؟ هي خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم الحمراء يا إخوان عشان نفهم شغله، عددها مش قلنا خلايا الدم الحمراء تقسمها لدم، بيجي بيحكي لك خمس مليون خلية لكل سنتمتر مكعب، عارية أضياء تسبك منها، ربع خلايا جسم الإنسان عبارة على خلايا دم حمراء يا إخوان، لهالدرجة نعم، بيحكي لك هاو المثال هو المثال جدا مهمة عشان إنسان ينظلع قيد الحياة، وكي بكل خلية في داخل جسم الإنسان تشارك في هذا الالتزان أو الهوميستيس طيب هذا الالتزان الداخلي أنا أحافظ على تراكيز المواد في داخل الإنسان تكون كلها تتابتع أو في الوضع الطبيعي على إيش بتشمعنا؟ شو في أمثلة عليها؟ أني أنا أمثلة الهوميستيس أني أنا أحافظ على التمبرتشر في الوضع الطبيعي أحافظ درس حوات الإنسان يكون بوضع الطبيعي أحافظ على ضغط الدم يكون بالوضع الطبيعي على الـ Body Fluid Composition على مكونات السوائل في دهن جمب죠 من الوضع طبيعي تقوم بالوضع الطبيعي من ايونات، من ن Gibx من اكسيجين و أكسيجين و السن تيفضلو aprove. على في الجسم الوضع الطبيعي وصل كل gener ed dong الى اخر chords كل خلية في جسم الانسان تشارك فيه هذا منطقيا يشمل بأن growth كم جمب Heavy وتشارك في الهوميستيس محاطة بماذا؟ محاطة بسائل صحيوا الانترسيش الفلويد والبلازما هذا اللي هو السائل اللي هو حوال الخلايا شو سميته كمان غير الاكسترسيول الفلويد سميته انتيرنال انفيرومنت فهي محاطة بالانتيرنال انفيرومنت طيب السوائل في داخل جسم الإنسان تقسم إلى قسمين وحكيناهن ألا وهو الاكسترسيول الفلويد اللي هو السائل خارج الخلوي والانترسيول الفلويد السائل داخل الخلوي هس هذا هو السائل خارج الخلوي اخوان او الـ ECF يشمل ثلث الـ body fluids يعني انا في داكس من انسان على سبيل المثال لو كان مثلا عندي خمسة لتر واني خمسة لتر دم لو كان عندي خمسة عشر لتر مثلا خمسة لتر منهم بيكون الـ ECF وعشرة بيكون الـ ICF هذا كمثال فقط يعني انما هو الارقام ليست صحيحة فالـ extra cellular fluid يشمل ثلث الـ body fluids فلاحظ بانه معظم تركيز السوائل في داخل الانسان وين موجود موجود وين اخوان في داخل الخلايا هون معظم تركيز السوائل موجود في داخل الخلايا تمام تمام بيحكيلك الـ extra cellular fluid بيحكيلك fluid environment in which the cells live in هو عبارة عن الفلود او السائل التي تعيش فيه الخلايا فهو السائل موجود خارج الخلايا وبيشمل لي شاغلتين واحد بسم الله البلازمة الموجود في الدم هون وثانيا الـ interstitial fluid السائل موجود حول الخلايا فتخيل هون عندك خلية هون خلية هون خلية هون خلية هون خلية السائل بين الخلايا هون يتخللها اسمه interstitial fluid فيشمل البلازمة وانترستيش fluid حلوين حلوين ثانيا الـ interstitial fluid اللي هو ثلثين الـ body fluids هو عبارة عن السائل الموجود في داخل خلايا جسمي صعبة والله ما بيها شيء طيب نوتاية الزغنانة واهمبورتانت وايجا سؤال سنوات وحطولي عليها سؤال محتمل في الامتحان عشان نفهم شغلي يا اخوان دكتور نايف رجعلكوا هاي السنة بعد غياب ثلاث سنوات فيعني جاي هو هسا وشكله متواعد في اسئلة جميع جدا بس هو حب دفيتكو ربنا الله فان شاء الله ما بتصابش الاسئلة كثير يعني ولكن عندك أبو الشطناوي بإذن الله وراح نكتب حرفيا اسئلة سواء كان في أثناء الشرح أو في اسئلة السنوات بإذن الله ما بيطلعش ولا سؤال في الامتحان عنها وهدفنا احنا بالنهاية العلم والإعلامة وهذا العلم أهمه بإنه يظلم معنا بإذن الله قدام وما ننسى أبدا وهذا هدفنا شاء الله بالشارع هسا نتائز وغننا يا اخوان الهوميوستيسيز هل بيشتغل على الـ ECF ولا على الـ ICF قلنا بيشتغل على الانترنال الانفارمنت اللي هي مين؟ الاكترا سيليور الفلود والله ما بدها علم فالديلز ويدا اكترا سيليور الفلود السائل خارج الخلوي اي الانترنال الانفارمنت فهي تحافظ تحافظ الـ ECF في الـ normal range فهي تحافظ على الاكترا سيليور الفلود ان يكون في الـ normal range والوضع الطبيعي من ناحية الحجم ومن ناحية الـ composition او مكونات موجودة فيه فهل الـ homeostasis بيشتغل على الـ ICF؟ لا بيشتغل على الـ ECF انا بدوري لما اشتغل على الـ ECF انا قاعد بيشتغل كمان على الـ ICF لأنه أصلاً مكونات الـ ICF من وين جاية؟ جاية من هاض يعني أنا عندي الدم هو الذي ينقل المواد للخلايا بالنهاية فكل إيش موجود داخل الخلايا جاي من هاض الـ ICF فإذا حافظت هاض يكون بالنورمال رينج أبوض الطبيعي أنا قاعد بحافظ كمان عن الـ ICF كما بوضع الطبيعي هلوين 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 هسا الـ internal environment زي ما حكينا هو عبارة عن الـ ICF ويشمل ثلثة السوائل في داخل جسم الإنسان صح؟ يا سلام عليك عشان نفهم شغله هينشور لكل هاي الـ اسمات هيك السريع هاي الخطوط كمان هسا بنعرف بأنه أنا السائل أو الدم أو البلازما بيكون ماشي في داخل أعوية دموية بطلع لبرة برة بيجي هون بيكون في داخله الأكسجين وبيكون في داخله النيوتريينس أو المواد الغذائية الخلية تستهلكها وشو بتنتج قلنا؟ بتنتج زي ما حكينا طاقة وفضلات حلوين؟ الطاقة الخلية استهلكتها الفضلات شو قلنا بنا نسوي فيها؟ بنا نطلع على برة صح؟ وهذا ايش بنا نسويه؟ فهذا الفضلات تطع على برة هنا هو ويست وبرجع هذا السائل على الدم وبتحرك فلاحب بأنه أنا الـ ECF أو الـ أو هذا السائل خارجك هلوي في حركة دائمة، طلع كيف يقع بظل يتحرك دائما متحرك وهذا الشي بدي حكي لك يا إنه ويستحرك في حركة دائمة حلوين؟ حلوين وكل الخلايا تعيش في هذا الـ ECF من دون استثناء كل خالج الإنسان تعيش في هذا الـ طبعا الخلايا تستطيع أن تعيش وتنمو وتقوم بوظائف بشكل كامل مكمل متى؟ لما يكون أنا في عندي أكسجين والنيوتريينت ومواد غذائية كافية لهاي خلية ضلع عايشة ما بدهاش أعلم إشاء منطقي في عندي تراكيز كافية من الأكسجين من الجلوكوز الأيونات أي سبستانس في داخل الـ تحتاجه خلية يكون أنا عندي فيه تركيز مناسب للخلية إنها تنمو وتعيش فيه بس سهلة؟ والله سهلة طيب نوخذ عن الـ ECF والـ ICF كيمتين زغنانين عشان إن شاء الله في المحاضرة القادمة رح نحكي عن بدي فلويدز بتماعون كبير جدا رح نحكي كثير عنها الـ ECF والـ ICF عشان نفهم شاء اللي قلنا هذا هذا عبارة عن ثلث الـ ICF ثلث السوائل في داخل الإنسان ومعظم السوائل متركز وين؟ في داخل الخلايا معظم السوائل في داخل الخلايا ولكن ما تذكر هذه المعلومة الآن بالنسبة لتوزيع الأيونات بينهم تلك كيف شايف هاي مجموة الأيونات؟ أكيد مش للحفظ أكيد بس بدياك تحفظ للسوديوم والبوتاسيوم تركيز كل واحد منهم بس هلو الأثنين بدياك تعرف لي أن تركيز السوديوم في داخل الخلايا عشرة طبعاً هاي ميلي إكويفلنت بير ليتر طبعاً كلمة ميلي إكويفلنت كيف ما أحكي أنا ميلي ليتر؟ واحدة قياس زي واحدة قياس ثاني مش مطلوب منك تفاصيلها يعني بس أعرفت أن السوديوم في داخل الخلية تركيزه عشرة وبرى الخلية 142 البوتاسيوم تركيزه في داخل الخلية 142 وبرى الخلية 4 فلاحظ السوديوم برة الخلية تركيزه 142 فهو تركيزه عالي وين برة الخلية البوتاسيوم وين تركيزه عالي تابعه؟ جو الخلية له 142 صح؟ وهذا أـداحكي لكي إياهون إنه أنا الـ ECF أو الاكستراصيولور فلود شو أكثر آيونات بلاقيها فيه؟ بلاقي عندي الصوديوم كثير عالي وبلاقي الكلورايد ولكن مش مطلوب منها قديش رقم الكلورايد بالICF أو الانترسيط الفلاويد بلاقي عندي البوتاسيوم عالي والبايكاربونيت أو الCO3- ومرة ثانية مش مطلوب منها قديش رقم الCO3- بس احفظ لي بالECF عندي الصوديوم وكلورايد أنا دائما صارحة متذكرها NACL بره الخلية دائما متذكرها هيك NACL بره الخلية NA بلس وCL ماينس بالECF وبالICF عندي بوتاسيوم وبايكاربونيت أو HCO3- حلوين؟ حلوين زي ما حكينا الانتران انفارومنت في كونسنت موشن وأنا عندي هذا له الECF دائما في حركة ما بين البلازما وانترسيط الفلاويد وبرجع مرة ثانية فهو في حركة دائمة زي ما حكينا فبحكي لك هذا الECF يمشي بالدم وبعدين بيطلع من الأوعية الدموية أو اللي هي من الشعارات الدموية على الانترسيط الفلاويد وبرجع مرة ثانية على الدم وعلى التشيوز وبظلي لف لفي داخل جسم الإنسان ما فيهاش إشي يعني هسا عشان درمال هاي مركزش عليها ليش انا رحكيها هون بالتفصيل إن شاء الله زي ما حكينا مرة ثانية كل الخلايا تعيش في نفس الانفارومنت كل الخلايا في جسم الإنسان عايش في هذا الECF فيش أي جديد تمام؟ تمام خلينا شوف هاي الرسمة وهي اختصار لهذا الحكي كامل بدأ رايحك وفهمك إياها هسا دلعلي أنا عندي خلينا نشيها هلا حسري هيك لا ويت أنا نشينا الرسمة هاي الرسمة أنا عندي الدم الدم يا إخوان بيكون موجود في داخل القلب هون وبكون فيه أكسجين وفيه نيوترينت بطلع من القلب وبمشي بهالأرتريز هلوين؟ هلوين في داخل الشرايين من الشرايين الأرتريز بيروح على الأرتريولز اللي هي عبارة الشرايين الصغيرة من الأرتريولز بيروح على هاي الكابيلرز أسألوا هي الشعيرات الدموية طبعا شعيرات الدموية احنا نعرف فيه بيطلع اللي هي البلازما اللي فيها مواد أكسجين ونيوترينت باتجاه مين؟ الخلايا صح؟ هسا أنا عندي هذا البلازما وصلت لعندي الكابيلرز وهي ها طلعت لبره حلو؟ وفيها أكسجين وفيها نيوترينت اللي يرضى عليها خلايا استهلكتها وطلعت لي إيش هي خلايا؟ ويست صح؟ هذا الويست برجع مرة ثانية باتجاه مين؟ الكابيلرز نفسها ولكن على جهة الأوردة على جهة الفينز لاحظ هاي الكابيلرز مقسم إلي قسمين جهة حمرة وجهة زرقة هاي الجهة الحمرة تحتوي على الأكسجين ونيوترينت اللي تعطيها الخلايا وهاي جهة الزرقة اللي بتوخذ السائل وبترجع ما إنترستيشف لويد على الدم اللي بكون فيها إيش؟ الويستي برودكتز وهي بسميها الفينز سايد أو جهة الفينز أو جهة الأوردة منطقينا هاي جهة الفينز وبترجع من الكابيلرز باتجاه الفينيولز من الفينيولز على الفينز ومن الفينز على القلب وبظلة تلفلف وبعيد هاي السيركوليشن حلوين؟ هاي كل القصة حرفيا طيّم لاحظ إنه أنا هون رسمتلك ساهمين قاعد بيطلع عندي الدم لبرة وساهم واحد برجع الدم لجوه طبعا عشان نفهم الشغلة بس هاذا الحكي كلّا ياتوا اللي هون اللي قلتلك إياها سوالة فيه كلمة زيادة الدم فيه أوتو وفيه نيوتريانز حلو؟ بيطلع من هالقلب وبيروح على وين؟ على الأورتريز من الأورتريز على الأورتريولز من الأورتريولز على الكابيلرز على الشعار الدموية هلوين؟ بهذا الشعار الدموية رح يستطيع له فلتريشن رح يطلع رح يتفلتر ويطلع على وين؟ على التيشيوز شو التيشيوز بتأخذ؟ أوتو ونيوتريانز تنتج لي طاقة وويست بالمغابل هاذا الويست اللي يرضى عليه برجع لي على وين؟ برجع لي على الكابيلرز مرة ثانية فذا بلد ريتينز ثرو ذا كابيلرز وذا فيناس سايد فالبلد أو الدم برجع مرة ثانية على الكابيلرز ولكن من أي جهة الأوردة وبرجع بعدين على الفينيولز من الفينيولز بيروح على الفينز ومن الفينز برجع على القلب وهيك أنا بظن أعيد بالسركوليشن خسطوا راحت طيب شو هاي شطانا قلت تحكي لي عنها قبل شوية؟ انو أنا في هيندي هون ساهمين والساهم؟ أنا بكل بساطة يخوانش تفهم شغلة كمية السائل الذي يخرج في منطقة هون اللي هي الكابيلرز اللي هون الارتريال سايد كمية السائل التي تطلع لبرة اعلى من كمية السائل التي تدخل مرة أخرى إلى الفينيولز يعني إذا أنا طلعت هون مثلا مئة ميل هون برجع عندي ثمانين ميل فبتراكم عندي هون بالانترستيشفلوت قديش؟ عشرين هذك بس هيك كأرقام يعني طيب اتخيلي أنا بكل لفة هيك في دخل في هاذا الدم قاعد بلف هيك قاعد بتراكم عندي عشرين ميل عشرين ميل فوق عشرين ميل أحق مش راح يطل في عندي حرفين ولا دم في داخل الأوردة الدموية كلها تروح تراكم برة صح؟ فهي مشاكل طيب هل هاذ إشي منطقي؟ أكيد لا فرب الله سبحانه وتعالى خلق في داخل جسم الإنسان أوردة أخرى أو أوعية أخرى أفون اسمها لمفاتيكس أو الأوعية اللمفاوية هاذا الدملي الزيادة اللي تراكم عندي حول الخلايا برجع عبر هاذي الأوعية اللمفاوية وبروح وبرجع 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 إلى وين بصب عندي؟ بالفينز خست وراحت وبرجع وعدم فهذا السائل اللي تراكم عندي هون أنا بالنهاية رجعته عن طريق الأوعية اللمفاوية ورجعته إلى وين؟ إلى الفينز سهلة؟ في بيجي بيحكي لك هون الاكسيسي فلوود فلترت بيبات كبالريز أي السائل الزيادة اللي تراكم عندي بعدما أنا استطع في عندي فلتريشنا عبرها اللي هو البلاد كبالريز أو شعرات دموية يتم التقاطه هوا بيكت أب من اللمفاوية وها هذه المفاوية مين بترجع لي؟ بترجع لهذا السائل على أو على الفينز أو على الأوردة وهاي الأوردة هون بتلاقيها بالتشست يعني هو ما بيروح على أي وليد في لك شم الإنسان لا 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 وهو بروح على الفينزين الموجودة في التشست بشكل أساسي وهو السبكليفين فين رح توقضوا إن شاء الله قدام وبروح هون هناك وبيصب هذه اللمف أو اللي هو الزيادة من هذا اللي سوأت راكمت فيه حلوين يا سلام عليك حسا بعد ما حكينا بأنه أنا عندي الخلية بدها أكسجين وبدها نيوتريانس طيب نحكي هاي الأكسجين وهذا النيوتريانس من وين الخلية بتجيبهن؟ في عندي سبلايرس أنا في عندي بعض الأعضاء في داخل جسم الإنسان بعض الأجهزين مسؤولة عن إعطاء الخلايا هذه المواد فمثلا أنا عندي الريس بايراتوري سيستم بالله الجهاز تنفس شو بدي يعطيني؟ أكسجين متاش علم الجهاز الهضمي طبعا الجهاز الهضمي عشان تعرفوا معلومة بحكي له جي آي تي أو اللي هو غاسترو انتسسنل سيستم أو زي ما شفنا فوق فيه له اسم ثاني ألا وهو الديجستف سيستم فالديجستف سيستم أو غاسترو انتسسنل سيستم هو نفس المعنى لهو الجهاز الهضمي شو بدي يعطيني؟ انت قاعد بتوكل أكل يتم أخذ هذا الأكل عن طريق الجهاز الهضمي وهضمه وإعطاء هذه المواد المفيدة لداخل جسمك طيب واحد راح شمط لي وجبة شور ما دابل اتخيل هاي شور ما فاتح خلاياك؟ بتفجر خلية ما هي أكيد مشي شي مليح فأنا مين العضو في داخل جسمي اللي بروح بمسك هاي المواد الغذائية بصفيها وبيشي من هالمواد السامة بعدين بعطيها لداخل جسمي والله كمواد مفيدة ألا وهو الليفر ألا وهو الكبد فالكبد عم طريق الميتابوليك فانكشنز الوظائف أو عمليات الأيض تبعونه بسعمل على أنه أنا أشيل المواد السامة من الأكل تبعي وأعطي خلاياي ما هو مفيد منها فالليفر شو بسوي لي؟ تموديفايز دافود يعمل على تعديل الأكل كيف؟ تديتوكسيفايز ايت تديتوكسيفايز ايت يعني بيشين المواد السامة منه قبل ما أنه توصل للخلايا ليش؟ لكيب أورسلز سيف شانا حافظة لخلاياي تكون سليمة من الشوار ماليش همطان عندهم مواقنة غير هيك في عندي أنا الكيدنيز والإندوكراين طرعا مش كتير مهمات يعني بس بيحكي لك أنه يفريزون بعض المواد الكيميائية تفيدن في داخل جسمي فبيحكي لك ذي موديفاي يعدلون سكريت يفريزون ويستور يخزنون بعض المواد اللي بتهمني أيضا في إيش؟ في الحصول على النيوتريانس في داخل جسمي من دون أي تفاصيل زيادة المسكولوسكوليتل سيستم الجهاز العظمي والعضلي يعني مش قلنا سكيلتل ومش قلنا مسكولع ومسكولر في معناها ما بغض سمونا المسكولوسكوليتل سيستم الجهاز العظمي والعضلي والعضلي شو بستفيد منه في أخذ النيوتريانس كيف أنا بيساعدني على أخذ المواد الغذائية أو الأكسجين بكل بساطة؟ انا هسا قاعد على المكتبي جعت بدا روح الثلاجة كيف بدا روح الثلاجة بكل بساطة بقوم بحرك عضلاتي وعظامي عشان اروح لهناك فذي يهلبني تو موف تو ابروبريات بليس عشان ايش ابتين فود شان اقدر اخذ الاكل وغير هيك ايضا يساعدوني على الحركة لكي احمي نفسي من اي مخاطر وهيك انا بقدر والله ان انا احصل ان احصل على الاكل وان احمي نفسي من اي اشي حوالي بس طيب هسا بالنسبة الكارديك اوتبوت فانه مصطلح اسمه كارديك اوتبوت قبل ما اني حكي عن هاي الفقرة مصطلح الكارديك اوتبوت يا اخوان هي تكتبوا ليها بخط ايتكوفوغ هي كمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة تمام قديش كميتها بالرست او الوضع الطبيعي من دون ما انسان يكون قاعد بسوي اكترسايز او اللي هو تمارين رياضية خمسة لتر في الدقيقة فاذا ما هو تعريفه كمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة وكميتها في الرست اثناء انسان مرتاح جاعد وقاعد على جنبه خمسة لتر في الدقيقة هسا انا بدي احكي عن كمية هذا الكارديك اوتبوت اترست واثناء الاكسرسايز ومش بس كميته بدي احكي عن الديستريبيوشن انه كيف الدم بتوزع الى اعضاء الجسم في اثناء الرست وفي اثناء الاكسرسايز شافين هاي الرسمة انا بس حرفيا مش كتير بتهمني يعني اي ارقام فيها بس اعرف لي بانه كمية الكارديك اوتبوت كمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة كميتها اللي هيش خمسة الاف ميلي لتر او خمسة لتر في الدقيقة هلوين هلوين طيب هزا السؤال لما واحد يجي يتدرب وسوي اكسرسايز مش قلبه بصير ينبضه كتير اسرع فمنطقيا القلب قاعب بنبض كمية الدم اكبر يعني الكارديك اوتبوت شو صار فيها زادت فاثناء الاكسرسايز الكارديك اوتبوت انكريز بيزيد مش بس الكارديك اوتبوت بيزيد فبحكي لك نت اونلي دس دا كارديك اوتبوت ديورنك اكسرسايز بيزيد مش انو والله انا الماغنيتود وكمية هاي الدم بتزيد ايضا توزيع هذا الدم الديستريبيوشن توزيع هذا الدم از اجستد تسبورت تهايتيند فيزيكال اكتيفتي يتم تعديله بطريقة عشان انا اقدر اوصل الاعضاء اللي قاعد بستخدمها بهذا الاكسرسايز اكبر كمية الدم يعني مثال انا عندي قاعد عدا المواخذ بالعب حديد شو بدي بالمعدة؟ شو بدي بالعب الغريضة؟ هون انا بقل الكمية الدم الواصلة لهناك ووين برودي هذا الدم بوديها على العضلات؟ لان العضلات هون قاعد تستهلك طاقة كثير وبدي اياه توصلها دم كثير اكسجيني كثير ونيوترينس كثير فبحكي لك دا نسبة وكمية الدم عتي ضخوها القلب اللي بتكون واصلة للعضلات الهيكلية اللي بتعينها الحركة ولا القلب نفسه بتزيد فماذا شو منطقي القلب بده اكسجيني زيادة ونيوترينس زيادة عشان ايش يقدر ينبض اسرع هاي واحد والسكليترينس عضلاتي بدي اياهنا عشان يوصلين اكسجيني اكثر ونيوترينس اكثر عشان اقدر اتدرب صح؟ فبحكي لك فهذا الكارديك اوتوت اتجاه هذه الاعضلات ليسكليتر المسلس والهارت بزيد وبالتالي شاني كلمت بزيد يعني انه انا بيوصلها كمية اكسجين ونيوترينس اكثر عشان تساعد هذه المسلس في عملها فقط لا غير طيب يا سيدي اذا انا سألتك عن الجلد بقولك هل الجلد في حالة الاكسرسايز راح تزيد كمية دم من وسيته ولا راح تقل؟ واحد بصفن الجلد شو بيدي فيه بالاكسرس شو ما شا ستفيدونا كي راح تقل؟ هذا واحد ممكن اول تفكير لي ولكن هذا الحكي خطأ راح نوخذ ان شاء الله في المحاضرات القادمة كيف الجلد انا يعتبرك كعضو اساسي ورئيسي للتخلص من الحرارة الزائدة في جسم الانسان طيب انسان قاعد بالدرر قاعد بسوي الاكسرسايز حسن اثناء حركة العضلات هاي شو قاعد بيسويهو قاعد بيكون طاقة وهاي الطاقة شو بتسويلي حرارة فهاي الحرارة ضررت داخل جسمي بتزيد وبترفع ضررت حرارة جسمي ما يؤدي الى مشاكل فانا بدي اتخلص من هاي الحرارة الزيادة كيف؟ يا سيدي بوصل دم زيادة للجلد وهذا الدم الزيادة للجلد الجلد بطريقته بقدرته انه ايش بيسوي؟ بيقيم او بيشيل الحرارة الزائدة من الجسم الانسان الموجود في هذا الدم فبحكي لك the percentage وكمية الدم الواصل للجلد في اثناء الاكسرسايز بتزيد ليش؟ وكمية الدم الواصل للمعدة عشان انا اشيل من سطح جسم الانسان الحرارة الزائدة اللي تم انتاجها عن طريق هذه العضلات تمام؟ فلاحظ بانه انا كمية الدم الواصلة للسكيلتال موسيلز العضلات الحيكلية وواصلة للقلب والواصلة للجلد بتزيد طيب كمية هاي في اثناء الاكسرسايز وفي اثناء ايش التدريب طيب اذا انا واحد قل لك في اثناء التدريب هل كمية الدم الواصلة للمعدة بتزيد ولا بتقل؟ منطقيا راح تقل شو بدي بالمعدة؟ للمثلا للامحاء اكيد راح تقل للجهاز التناسلي اكيد راح تقل شو بدي فيها فعلمانه كيف؟ فاذا البرسنتج تو موسد اثر اورغنز ولا الشرنك فكمية الدم الواصلة للعضاء الاخرى بشكل عام راح تقل حلو؟ حلو طيب في هندي انا عضو كثير مهم صراحة انا وهو الدماغ برأيك هل الدماغ راح تزيد كمية الدم الواصلة له؟ ولا راح تقل؟ واحد بصفن انه اذا زادت اه والله ممكن داشي الكترسايز بس مش كثير واحد ممكن يتحير رايحك يا سيدي الدماغ هو يعتبر اضوائش منطقيا طبعا هو اهم عضو في داخل جسم الانسان فسواء مش اكسرسايز لو واحد كان قاعد بنتمر ضلية ممنوع يتغير كمية الدم الواصلة للدماغ لا بزيادة ولا بنقصان كمية الدم الواصلة للدماغ في الدقيقة من هذا الكارديك اوتبوت كله تقريبا 750 مليلتر في الدقيق حلو؟ كمية الدم الواصلة للدماغ في الدقيقة لا تتغير في الدقيقة لا تتغير في الدقيقة هلو؟ يا سلام عليك طيب انا في هون قلتلك انو كيف انا بحصل عن النيوتريانتس طيب انا الخلايا اخذت هاي النيوتريانتس و سوتلي طاقة و سوته ويستي برودكت صح؟ فاذا انا بدي اتخلص من هاي الويستي برودكتس كيف اتخلص منها؟ عن طريق ثلاث اجهزة بشكل رئيسي الجهاز الاول هو ريس بايراتوري سيستم جهاز التنفسي هسا من هاي الفضلات منتجة الخلية ثاني اكسيدي كربون فثاني اكسيدي الكربون كيف اطلعو انا؟ طلق الجهاز التنفسي والله ما بدها علم فبيحكي لك هذا الجهاز التنفس زي ما حكينا فوق بانو بعطيني الاكسيدي ع عيني وراسي ايضا يساعدني بانو يتخلصلي من ثاني اكسيدي الكربون فهو يعطيني اكسيدي كسبلاير و يشيل بشيل كاربون دايوكسايد كريموفل حلو حلو وشوفيندي انا كمان اجهزة اخرى او اعضاء اخرى تعمل على ازالة الفضلات من داخل جسم الانسان الكنيز الكلا عن طريق البول طبعا فلو خم مثال مثلا واحد راح اخذ انتيبيوتك دواء هذا الدواء طبعا انا بيساعدني تساعدك انك تخلص من مرض معين صح؟ ولكن هذا الدواء يا سيدي اذا ضل في داخل جسمك لمدة طويلة يؤدي الى دمار في خلاياك فلازم انا تخلص منه اذا انتيبيوتك تضل في داخل جسمي في فترة طويلة سيؤدي ذلك الى دمج وخارب واذا لخلاياك فعشان هيك تيجي عندي مين الكدنيس حبيبت القلوب بيجي عندي اللي هو الجهاز الكلوي شو بيسويلي بتخلص من هذا الدواء لما هذا الدواء يسويلي وضيفته في داخل الانسان وخلص بكفي حلوين؟ حلوين غير السبيراتوري سيستم بتخلص من ايش غير الكدنيس اللي بتتخلص من طريق البول بتخلص من الفضلات عن طريق البول في اندي كمان الجهاز الهضمي اللي بتخلص من الفضلات عن طريق البراز او الفيسيز فبيحكي لك لما انت توكل اكل الجسم تبعك بمتص قد ما يقدر خلص الاشياء مفيدة لعيله بس ما راكي يمتص كل شيء 100% الباقي من هذا الاكل اللي لم يتم امتصاصه بكل بساطة سيتم اخراجه عن طريق الجهاز الهضمي او اللي هو الهضمي عن طريق البراز او الفيسيز هلوين يا سلام عليك طيب انا حكينا عن السبلاير اللي بعطونا الاوتوين نيوتيينز وحكينا عن الريموفالز اللي بيشولونا المواد اللي ما بدناش اياها حلو حلو طيب في عندي اشي بيناتهم بنظم عملهم شو اسمو اسمو ريجيوليترز المنظمات ففي عندي انا بعض المنظمات والاجهيز اللي بتنظم اللي هي التواصل ما بين السبلاير وما بين الريموفالز شو همو هذول الريجيوليترز؟ بحكيلك تنظيم عمل الانسان تنظيم اللي هو وظائف جسم الانسان في عندي انا 2 컨لول سستمز في داخل الجسم عندي انا جهازين يعملون على التحكم وتنظيم جهاز من الانسان الجهازين همو النيرفا السيسم والهورموني سيسمي او الاندوكراين سيسمي جهاز الصماء والجهاز الهورموني هذول الاثنين يعملون على تنظيم وظائف جسم الانسان بالطرق المختلفة ورح نأخذهم بالتفصيل الممل بإذن الله في المحاضرات القادمة هي فقط مقدمة يا أخوان النيربس سيستم طبعا عشان نفهم شغله النيربس سيستم جهاز عصبي يعني قاعد بنقول سيال عصبي على شكل كهرباء فبرأيك الكهرباء رح تكون سريعة ولا بطيئة؟ أكيد سريعة فإس ريسبونسبل ومسؤولة عن الفاست ريسبونسز ان اوار بدي مسؤولة عن الاستجابات السريعة في داخل جسمي إزاي بقى؟ فهمني يا دكتور شطماوي بيجي بيحكي لك بكل بساطة إنه أنا في عندي سنسوري إمبوت أنا في عندي إحساس سواء كان من إيدي أنا شفت شغلي أنا سمعت شغلي بغض النظر أي إحساس هذا الإحساس يتم نقله عن طريق عصب إلى وين؟ إلى الدماغ والنخاع الشوكي فإذن هذا السنسوري إمبوت يتم نقله إلى البرين والسبانال كورد الدماغ والنخاع الشوكي هذا البرين والسبانال كورد في إلهن اسم مع بعض بعضهم الاسم Central Nervous System أو الجهاز العصبي المركزي هذول الجوز يسيد لما يوصلين هاي المعلومات بمسكينها بفصلينها وبيحللين إيش الاستجابة اللازم تكون نسبةً لهاي المعلومات اللي إجتني أنا فبعد ما تحلل هاي المعلومات هاي Central Nervous System ببعث لي output ومخرجات على شكل موتور على شكل حركة إلى العضلات وناك العضلات عندك شو بتسويه؟ تتحرك نسبةً إلى المعلومات اللي إجتني من Central Nervous System وهاي كل القصة طبعاً هاي اختصار جداً شديد لما يحدث وحنوخذ بالتفصيل لقدام ما شو حصيراً إن شاء الله ففي عندي أنا Sensory Input أنا عندي حفيه مدخلات إحساسية تمام؟ بكل بساطة أنا عندي مثلاً بعض المستقبلات على سطح اللي هي جسم الإنسان ممكن مثلاً اللي هي مثلاً مستقبلات حسية أو مستقبلات الألم أو غيرها في عندي العيون لما تشوف شغلة أو اللي هي الأييرز لما تسمع هاي كلها عبارة عن إيش عبارة عن أعضاء أو مستقبلات تستطيع أن تستقبل أي إحساس جايها هذا تعامل على الكشف على وضع الجسم وما حواله من أمور قاعدة بتصير وهذا الإنبوت بروح بنتقل إلى The Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي اللي يعتبر The Integrative Part أو الجزء إيش التحليلي اللي بيحلل المعلومات هلو؟ فهذا البرين والسبان الكورد إنه مجهس عضل المركزي تيجيهم هاي المعلومات اللي يرضى لها بيخزنوها بعدما يخزنوها بيروحوا بيحللوها و بفصلوها وينتجونا بعض الأفكار وهاي الأفكار تعمل على إيش؟ تحديد ما هو الرياكشن أو ردة الفعل إلى هذا الإحساس الإيجاني أنا وهاي ردة الفعل تنتقل من السنترا نيرفس السن باتجاه الموتور أو باتجاه عن طريق اللي هي بعض الأعصاب تذهب إلى العضلات وهناك تكرز أو دا ونززاير وتخلي الإنسان يسوي الحركة اللي هو بديو إياها بكل بساطة طيب غير هيك إنهاي بشكل عامها إذا صاد لديك إحساس لك تحركها مكان أو غيره في عندك كمان السنترا نيرفس السيستم هذي يا إخوان يبعث بعض الأعصاب اللي بسميها أنا أوتونوميك نيرفس سيستم غير اللي هنا الأعصاب تبت الموتور أيضا يبعث بعض الأعصاب سمها أوتونوميك نيرفس سيستم إلى باقي أعضاء الجسم أو الأطراف الجسم هذا الأوتونوميك نيرفس سيستم راح نفئله محاضرة كاملة مع دكتور مصطفى شهبات إن شاء الله أنا كيها بالتفصيل هذا الأوتونوميك نيرفس سيستم بجوز أخذته بالمدرسة ألا وهو الكر والفر ينقسم إلى قسمان السيمباتيك والباراسيمباتيك نيرفس سيستم وزي ما قلتلك هذا السيمباتيك أو الباراسيمباتيك بكل بساطة هي عبارة عن أجهزة عصبية أو عبارة عن أعصاب تتحكم بوضع جسمك على حسب الوضع الخارج لإلك فمثلا أنا دائما أشبهها كالآتي السيمباتيك نيرفس سيستم يتم تفعيل هذا الجهاز العصبي متى؟ لما يكون الإنسان في حالة استرس تخيل فيه قدامك أسد وبدك تفل منه فالسيمباتيك بتشغل عندك شو يعني بتشغل عندك؟ يعني القلب تبعك بصير ضخ كثير بسرعة عضلاتك بصير كثير تتحرك بسرعة العين تبتك تتوسع عشان تشوف كل شي حوالك وهكذا الباراسيمباتيك أنت لما تكون حارفين قاعد جاعد حالك قدام التلفزيون ومرتخي هون هتكون أيونك عادي إنه كنستريكتد إنه عارفين مسكرة شوي عشانه إيش تقرر بس تشوف ليش بدك هي أنت هتكون عضلاتك هادية قلبك هادية مش قاعد بضخ كثير بسرعة وهكذا فهذا الأوتونيوميك نيرفس سيستم أيضا يعتبر واحدة من التشعبات الجهاز العصبي اللي أيضا تتحكم فيه داخل جسمي كيف؟ هذا الأوتونيوميك نيرفس سيستم بشتغل على سب كونشس لفل يعني من غير وعيك لحاله جسم الإنسان قاعد بشتغل لحاله لكي يتحكم بالفنكشيز ووظائف الانترنال أورغنز أو لهي وظائف الأعضاء الداخلية ومرة ثانية بعد رح أرجع أعيد لك هذا عبارة عن سطرين والأوتونيوميك نيرفس سيستم محاضرة كاملة سبع صفحات فلا تستعجل على رزيك ونحن هيكيه إن شاء الله قدام بالتفصيل المميل هي فقط مقدمة هي ثلقتوني بك نيرفس سيستم زي ما قلتلك يتحكم بالهارت بمب بضخ الدم من القلب بالجي آي موغمينت بحركة الأمعاء بالسيكريشنز الإفرازات المختلفة فإذا أنا صار عندي نيرفس سيستم كيف بتحكم في داخل جسم الإنسان بيجي أنا عندي سينسوري إمبوت أنا عندي هارفين مدخل حسي بيروح على وين؟ على سينترن نيرفس سيستم بيحللوا هاي المعلومات وبيطلعوا نيرف ثاني على العضلات بسميه الموتور أوتبوت شان الإنسان يتحرك ويسوي الوظيف اللي هو بيدو إياها حلو؟ حلو طيب شوفي هنا جهاز آخر مسؤول عن تحكم في جسم الإنسان وتنظيم عن جسم الإنسان ألا وهو الهرمونال سيستم جهاز هرموني إزاي؟ الهرمونال سيستم يسيدي يعمل على تنظيم وظائف جسم الإنسان عن طريق إفراز سبحان الله من اسمه إفراز الهرمونات كيف سبحان الله تكون بالهرمونات؟ هي عبارة عن مواد كيميائية تفرزها الغدد في جسمي شو هاي الهرمونات يا أخوان؟ بعد ما تنفرز هاي المواد الكيميائية والهرمونات الداخل الجسمي تذهب إلى مختلف خلايا الجسم للقيام بمختلف الوظائف وفي ماتة الفاينال بإذن الله أنا أغب بالتفصيل الممل عن كل الغدد وكيف تشتغل هس أنا عندي ثمن غدد ثمن غلانز ما راح نحكي عنها سبب التفصيل بس أمثلة صغيرة مثلا أنا عندي الثايرويد جلاند الغود الدرقية بتفرز لي هرمون اسمه هرمون الغود الدرقية سبحان الله ثايرويد هرمون يتحكم بالrate of intracellular reactions يتحكم بمستوى التفاعلات في داخل الخلية حيث أنا الثيرويد هرمون إذا زاد عندي مستوى التفاعلات وكمية التفاعلات الكيميائية التي تصبح في داخل الخلية تزيد فحطيها بخط إيدك زيادة الثيرويد هرمون تزيد الrate of intracellular reactions وتزيد من مستوى هذه التفاعلات الإنسولين مثلا اللي بي نفرز من فين كرياس هذا هو هرمون هذا الإنسولين يتحكم بمستوى اللي جلوكوز كابلي هكذا تعرف أكيد تسلم كلمة الإنسولين قبل هيك ه تحكم بمستوى السكر في الدم rallyggoz في الدم صح? والدم سؤال هل يعتبر هو extracellular ولا intracellular؟ الدم بلازما يعني يعني بين قوسين extracellular fluid فيتحكم بمستوى الآيجبوز في الإكسترacellular كومبارت من هذا الإنسولين كيف؟ بس بكل بساطة معلومة صغيرة إذا زاد الإنسولين قلت كمية اللي جلوكوز في الدم العلاقة عكسية حلو؟ حلو وآخر مثال تحكي لكم اللي هو كورتيكوستيرويدز كورتيكوستيرويدز هو أيضا هرمون لما يجي ينفرز يعمل على إيش أو لهؤلاء وظيفة أساسية في تنظيم الميتابوليزم وعمليات الأيضة لبروتينات والإلكترولايتس أو الأيونات فهو يعمل بشكل أساس وله وظيفة جدا رئيسية في الميتابوليزم وفي عمليات الأيضة التكسير للبروتينات والأيونات في داخل جسم الإنسان من دون أي تفصيل زيادة حلو؟ يا سلام عليك حسن هاي الهرمونات يما هذي بيحكي أوف تأثيرها القد كبير جسم الإنسان ما تبتنفرز بكمية كثير كبيرة ترف بأنه كمية الهرمونات في داخل جسم الإنسان تقاص بالنانومول بالنانو عشرق وناقص تسعة بيكون تركيزها فجدا جدا جدا كميةها قليلة ولكن تأثيرها جسم الإنسان جدا كبير تمام؟ تمام هزا بس كدرخيص شوية نعرف زي ما شوفنا أنه النيرف السيستم عن طريق الإلكتريسيتي التبعوت عن طريق الكهرباء تبعته والهرمونات تبعته أو اللي هي الكيميكيز مواد الكيميائي اللي هي الهرمونات نفسها اللي بيفرزها They control our body functions ويتحكمون بوظائف جسمية مختلفة وبيشتغلوا كريجوليترز ومنظيمات ما بين السبلايرز اللي بيزودوني بالأكسجين والنيوتريين وبيشتغلوا كريجوليترز حلوين؟ يا سلام عليك كلمة عن الربرودكتف سيستم واحد بيجي بيطلع أوكي أنا فهمت أنه الربرودكتف سيستم بعطينا أكسجين فهمت الربرودكتف سيستم كيف بعطينا النيوتريين فهمت كل أجزء الجسم ولكن الربرودكتف جاز تناسوري عدو المؤاخدة شو بيساعدني أنا والله في الهوميستيز بيساعدني أنا والله بيحكي لك الربرودكتف سيستم ما إلا علاقة بهاي الشغلات ما بيشتغل لا لا سبلاير ولا ريموفل لا بأعطيك ولا بيشيل منك ولكن كيف بيساعد بالهوميستيز؟ بيحكي لك بيحكي لك عن طريق أنه حرفيا يعمل على إعطاء كائنات حية جديدة تحل محل الكائنات الحية التي ماتت قبلهم فهذا الربرودكتف سيستم إنه جدا مهم في ديمومية ديمومية اللي هي زي ما تحكي وجود هذا الكائن اللي هي على سطح الكرة الأرضية تمام؟ يا سلام عليك نأخذ مثال بسيط على كيف أنا كنترول ميكانز وآليات التحكم بتساعدني في داخل جسم الإنسان فكيف والله أنا بتحكم بمثلاً نحن نحكي عن مثالين أنا بذلك الشكل رئيسي كيف بتحكم بمستوى الأكسجين وثانية كربون في الدم وكيف بتحكم بضغط الدم عندي في داخل جسم الإنسان نحكي عن نحكي عن صلى أن تنظيم كمية الأكسجين وثانية كربون يخوان إشي منطقي من دون ما أنا أحكي اللي حالك رح تتعرف الأوتو والسي اوتو أي جهاز في داخل الانسان تتوقع هو المسؤول عنها؟ جهاز تنفسي مبينة أنا عندي أكسجين وثانية كربون مين بي تحكم بالليفل ستبع عنهم؟ جهاز التنفسي فجهاز التنفسي هو المسؤول عن التحكم في مستوى الأكسجين وثانية كربون في داخل جسم الإنسان لأنه هو الذي يدخل الأكسجين لداخل الجسمي وهو الذي يخرج ثاني أكسجين الكربون إلى الخارج بس طيب نشوف كيف تنظيم الأكسجين يا سيدي كالآتي حتى نفهم بس معلومة صغيرة أنا عندي كوريات الدم الحمراء في داخلها إيش يسمه هيموغلوبين هذا الهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئة إلى باقي أجزاء الجسم وكل خلايا الجسم حلو حلو بحكي لك لما الهيموغلوبين الموجود في داخل خلايا الدم الحمراء يكون مشبع بشكل كامل بالأكسجين يعني هذا الهيموغلوبين شايل الأكسجين مية بالمية يعني ما فيش أي مساحة زيادة لأنه شيء الأكسجين مية بالمية مشبع بالأكسجين هناك ينقل الأكسجين من اللنج من الرئة إلى الميتة تريليون سلفي داخل الجسم حلو حلو هسا بالوضع الطبيعي والإنسان جاعد وقاعد وقدام تلفزيون الهيموغلوبين لما يوصل لعند خلاياي هسا أنا قلتلك في داخل الهيموغلوبين يتخيل لي أنه مشبع مية بالمية بالأكسجين تمام لما يوصل لعند خلاياي يعدك هذا الهيموغلوبين في الوضع الراحة الهيموغلوبين يترك فقط ربع كمية الأكسجين الذي يحملها ما بترك كل الأكسجين وبروح بترك بس كمية الربع لي 25 بالمية من كمية الأكسجين الذي يحملها طب أحب بصفن طيب ليش؟ يعني ليش من الأول إحنا ما حملنا بس هذول 25 بالمية ونقلنا لها الخلايا وخلص ليش غلبناه وش نلاقي خليناه يشيل هاي الكمية الكبيرة من الأكسجين أنا بقول لك يا سيدي أنت لما تيجي تتدرب وتيجي تسوي سواء كان كارديو أو هديد أو غيره خلاياك راح تحتاج إيش؟ أكسجين زيادة اتخيل لو إنه الهيموغلوبين شايل بس هاي 25 بالمية كمية 25 بالمية من الأكسجين هاي بده يعطي 25 بالمية وبده يرجع مرة ثاني يلف على الرئة يأخذ كمية 25 بالمية ويرجع عشان يعطي الخلايا هاي أكسجين زيادة فلفته كثير طويلة فبكل بساطة أنا دا الإنسان حرفياً قاعد إيش بده يتدرب بكل بساطة أنا هذا الأكل الهيموغلوبين بالوضع الطبيعي بعطي 25 بالمية بس لما إنسان يتدرب بعطيه بدل 25 بعطيه 35 ولا 40 بالمية بزيد له من كمية الأكسجين المعطالة إلو من دون ما أغلب حالي وألف مرة ثانية عريق عشان أخذ أكسجين مرة ثانية حلو؟ فبحكي لك The reason إنه ليش الهيموغلوبين بعطيك فقط 25 بالمية من كمية الأكسجين يدي يحمله بإنه وين يور إكسرسايزن لما الإنسان يكون قاعد بتدرب يونيد مور أكسجين تحتاج أكسجين زيادة هلوين فالهيموغلوبين هون بقدر يعطيك أكسجين زيادة لأنه قلنا لك أنا أعطاك 25 بالمية الطبيعيات ضي الحامل هو 75 بالمية من الأكسجين عادك هو إذا أنت بحتاج أكسجين زيادة بعطيك منها 75 بالمية براحته من دون ما يضطر وذات ذنيد تقو باكسجين زيادة تمام؟ حلوين هلوين بالنسبة للأكسجين ياسيدي طيب الكاربون دايوكسايد لبل كمية الكاربون دايوكسايد تنظيم الكاربون دايوكسايد تنظيم مستوى أو تركيز ثاني أكسجيدي كربون في الدم يتم عن طريق مستقبلات هاي المستقبلات مستقبلات فإنك مستقبلات طرفية اسمها وعندك مستقبلات سنترل اللي هي اسمها سنترل رسيبتور أو وسطية تمام؟ تمام سنترل رسيبتور اسمهم نقص المثال كالآتي أنا بيجي بيحكي لك إذا هاي المستقبلات حست بأنه كمية السي أو تو عندي زادت شو بتسوي يا سيدي؟ كالآتي افهم علي أنا عندي هذا السي أو تو زاد عندي في الدم هلو؟ هلو لما يزيد كمية السي أو تو عندي في الدم هذي المستقبلات راح تحس هذا الأمر وترسل إشارة إلى الرسل سنترل في داخل الدماغ أنا في داخل الدماغ عندي فيندي مركز اسمه المركز التنفسي المركز التنفسي تحكم في التنفس هلو؟ لما تزيد كمية السي أو تو في الدم توصل رسالة من هاي البريفرات و سنترل رسيبتور لما تحس انه CO2 زاد بتودي رسالة الى هذا مركز التنفس في الدماغ هذا مركز التنفس في الدماغ بتوصل معلومة انه اولا CO2 عندي زايد طيب ماشي يعني لازم اتخلص من هذا CO2 الزايد شو بسوي انا بسوي اشي اسمه Hyperventilation او بزيد من معدل التنفس فبخلي الانسان يتنفذ بشكل عميق وبشكل سريع جدا ليش عشان يطلع كثير ثاني كسولي الكربون لبرا وبالتالي بتخلص من الثاني كسولي الكربون الزايد عندي فالقصة كالاتي اذا CO2 عندي عالي بيحس اللي هذولو peripheral and center receptors انه CO2 عالي برسلوا رسالة لمركز التنفسي او respirator center الموجود في الدماغ هذا مركز بيطلع CO2 عالي طيب بودي رسالة هذا من المركز هذا نفسه بيودي رسالة الى الجهاز التنفسي انه تنفس بسرعة عشان بيطلع ثاني اكسيد الكربون لبرا زيادة فهذا respirator center يرسل رسالة مما يجعل البيرسون hyperventilated يتنفس سريعا شو يتنفس سريعا؟ يعني يزيد الrate of breathing بيخلين انسان يزيد مستوى تنفسه ليش؟ to expel more CO2 عشان يزيد كمية السي او تو تطلع لبرا وخارج جسم الانسان طيب اذا كان العكس اذا كان كمية السي او تو قليلة يا سيدي شو رح حصير عندي؟ بيجي بيقولك بكل بساطة اذا كان كمية السي او تو قليلة هذا الامر سيؤدي الى حرفيا 180 درجة اعكسها الريسبتورز بتحسها بتودي للرسبراتور سنتر بالدماغ نفس الاشي ولكن الرسبراتور سنتر هون ما بيزيد معدل التنفس لا يقلل من معدل التنفس لانه انا السي او تو ما بدي اتخلص منه بدي اخليه في داخل جسم الانه كمية قليلة فابدي احافظ عليه هلو؟ حلو خلصتنا من ايش؟ من الريجوليشن تبع الاو تو والسي او تو انفوت على تنظيم ضغط الدم تنظيم ضغط الدم بديك تفهم لي منه نقطة واحدة فقط لا غير انه انا في عندي سيستم اسمه بارو ريسبتور سيستم او مستقبلة تسمها بارو ريسبتورس كلمة بارو معناها ضغط ريسبتور مستقبل فهي مستقبلات الضغط فشو بتسويها مستقبلات الضغط؟ بتقيسلي ضغط الدم وبتشوف لي اذا انه عالي او قليل بس حرفيا ووين مكانها هاي يا دكتور؟ انا بقول لكم مكانها طلعوا لي هون هادا القلب القلب طالع منه الشريان الاول او هو الايورتا شايفينو هادا اللي كبير هادا عريضا هادا الايورتا بيجي بلوفيك لفة سوف يسميها ايورتيك أرّتش او اللي هي لفة تبت الايورتا هون بتلاقي عندك ايورتك بارو مستقبل ولما يجي تطلع ه causing في عندك أراتري اسمه كروتيد أر تري او الشريان الكروتيد رح توقض انشاء الله بلانات ام يا هذا لحكي هون رح كون في عندك أيضا بلك الكروتيد أر تري주�ين يسميه كروتيد بارو ريسبتور فإذاً الـ بالرس موجودين في مكان اين الكروتيد أر تري وعلى الايورتيك أر تري هلو هلو هذول البارو ريسيبتورز الموجودة بالكاروتد ارتو والايورتيك ارتو زم حكينا او ارتو في عندك مستقبلات ذات مونيتر بلد دبريشر تعمل على مراقبة ضغط الدم شو اسم هالمستقبلات المره المليون بارو ريسيبتورز مستقبلات الضغط طيب كيف تحسيني انضغط الدم زاد او قل يسيرتك الاتي طلعلي بهاي الصورة انا اذا عندي هاؤو وعدمي وهاؤو وعدموي كان قاعد بمشي فيه الدم كمية الدم فجأة زادت شو رح سيبه لبعائي الدموي هاضو رحيتوسع فيه استريتشنج تمدد هذا التمدد مين بحسيني اياه هاي البارو ريسيبتورز فصل كيف؟ تتم تحفيز هذه المستقبلات باستريتشنج افكت بتمدد الاوعي الدموية عن طريق زيادة حجم الدم اللي عندي اياه تمام فاذا زاد حجم الدم يعني زاد ضغط الدم بين قوسين هذا يؤدي الى تمدد الاوعي الدموية مين بحسيني هذا التمدد البارو ريسيبتور عذاك البارو ريسيبتور لما يشوف انه انا عندي تمدد الاوعي الدموية وحيس انه ضغط الدم عندي زاد ببعث لي رسالة لمنطقة في الدماغ اسمها الميدالة هاي ميدالة هون موجودة تلك كيف وينها هاضو الدماغ وهون عندك ايش اسمه برين استمر تضيب الاناتمي كمان ان شاء الله في منطقة اسمها ميدالة هون هاي الميدالة بيوصلها ايش بيصلها رسائل من هذا البارو ريسيبتور عذاك يا سيدي بهذا الميدالة في عندي مركز اسمه فازو موتور سنتر انا عارف هي معنمات شوية كثيرة صراحة ولكن بس افهم لي يا فهم بالميدالة عندي مركز اسمه فازو موتور سنتر انا وهو مركز التحكم بالاوعي الدموية حلو حلو انا بيجي بيحكي لك لما توصل انا عندي رسالة من البارو ريسيبتور لهاي الميدالة انه يا ميدالة يا فازو موتور سنتر بالميدالة انا عندي الضغط زايد هذا الفازو موتور سنتر بيشتغل شغله عشان يرجع يقلل ضغط الدم لوضعه الطبيعي كيف بيحكي لك انا هذا الفازو موتور سنتر رح سير فيه انهيبشن تثبيت عندما يتثبت الفازو موتور سنتر هاي معلومة صراحة ما بتهمنيش كثير سيؤدي ذلك الى كمية اللي هي انقباض القلب رح تقل عندي والبريفرال فيزلز والاوعي الدموية رح تتوسع تلك كيف عشان تفهم شغله ضغط الدم يا اخوان يعتمد بشكل اساسي على شغلتين الشغل الاولى الي هو هي الكارديك اوتبوت الكارديك اوتبوت هي كمية الدمات يضخها القلب في الدقيقة ثانيا دايميتر اوف فيزلز انا قديش والله انا عندي قطر الاوعي الدموية حلو حلو انا عندي اذا زادة ضغط اذا زادة قوة نفض القلب يعني رح زيدي عندي الكارديك اوتبوت وبالتالي رح زيدي عندي اش بلد بريفر طيب بالنسبة للديامتر بالنسبة لللي هو بسم الله مرحيم القطر تبع الاوعي الدموية شو علاقته مع البلد برشتر يسيد انت فهم لي يا فهم انا عندي بربيش مي قاعد بمشي فيه المي ويطلع عادي وضع طبيعي امسكي بطرف اسبعك وسكرلي شوي من رأس هذا البربيش شو رح تلاحظ ضغط المي قاعد بصير صار كثير عالي فلاحظ انه عندما نقصنا قطر هذا الوعاء الدموي او نقصنا قطر اللي هو البربيش يعني زاد ضغط المي فيه ونفس الاشي بالاوعي الدموية كلما قل الديامتر لما يقل الديامتر لما يقل الديامتر لما يزيد البلد برشتر انه انا عندي الضغط زايد شو صار بالفازو موتور سنتر اتثبت فلما اتثبت الفازو موتور سنتر انا بدي اقلل من ضغط الدم فشو بسوي انا احكس بس الشارات اللي هون انا بروح بقلل الكارديك اوتبوت وبزيد الديامتر هذا يؤدي الى نقص على البلد برشتر كيف؟ انا اذا قللت كمية الدم الذي يضخها لقلب في الدقيقة بقلل ضغط الدم ولما اوسع الوعاء الدموي الدم زي كأنه قاعد بركد فيقل له ضغطه فبكل بساطة اي بقلل من نبض القلب بالاضافة الى توسيع الاوعاء الدموية الطرفية طيب اذا كان العكس اذا كان عندي برشتر اقليل ياسيدي بلد برشتر كان اقليل شو رح سيحصل عندي؟ الباروريسبتور رح تحس بانه الستريتش والتمد في وعاء الدموي قل تبعث رسالة الى المدلة هذا الامر سيؤدي الى تحفيز استيميوليشن لاحب عكس هون بالضبط استيميوليشن وتحفيز للفازو موتور سنتر لما احفز الفازو موتور سنتر انا قاعد بحفز القلب انه ينبض بالزيادة فبزيد البومبينج بزيد البومبينج وبالنسبة الاوعاء الدموية بسوي فيها كونستريكشن او اللي هي ايش انقباض فبحكي لك عشان ارجع ارفع ضغط الدم مرتين الوضع الطبيعي حلوين اي حدا عنده اي سؤالة على هاي النقطة يقدرس انا باي وقت وانا جاهز ان شاء الله طيب نوخذ بعض الرينجز النورمال رينجز والكاركترستيكس للإي سي اف كونستيكتونيتس انا عندي الاكتساسيولر الفلويد في عندي يعني حرفيا يعني على عديد من المكونات اللي لازم انا اتحكم فيها وغلازم ايش احافظ الوضع الطبيعي فيها عشان انت فهم شغلة انا سوا اقعب بحكي عن درجة الحرارة في داخل اسم الانسان بحكي عن درجة الحموضة عن تركيز اي مادة ما في نقطة معينة بحكي اه لازم اضلها ثابتة عند هاي النقطة لا 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 انا في علم الفيسيولوجي دائما بحكي عن رينج رقم من الى دائما تمام فبيجي بحكي لك هون انا عندي الخصائص بشكل عام تبعت الاكتساسيولر الفلويد او اللي هي تبعت اللي هي الانترال الانفارومنت بشكل عام لازم تكون ضمن الوضع الطبيعي لانه اذا زادت او انقلت ممكن تكون هدو اشي ليثل ومميت طيب ناخذ امثلة على كميات ووضع الطبيعي في داخل اسم الانسان مثلا الي هو ايش البادي تيمبريتر هارد جسم الانسان هارد جسم الانسان ووضع الطبيعي لها قديش؟ سبع وثلاثين درجة سيليسيوس صحيح؟ انا بس حرفيا انكريمنت او انلي سبن سيليسيوس انتخيل زيادة فقط افون زيادة فقط في سبع درجة او نقصان هذا قد يؤدي الى ديسترويينج دليفل سيليسيوس وتدمير جميع خلايجس من الانسان وموت الانسان حرفيا فهده بس احفظ لي ان انا نورمال فاليو للبادي تيمبريتر والانساني سبع وثلاثين حلو؟ حلو البي اتش فاليو بالنسبة لليه درجة الحموضة درجة الحموضة يا سيدي ده كميتها او نقطة الوسطة فيها والفضلة عنها هي سبعة فاصلة اربعة وزي ما قلت لك في عمل في السورجي ما في عندي انا نقطة واحدة ثابتين حتى درست الحارة هون انا باخذها من ستة وثلاثين ونص لحد سبعة وثلاثين ونص بعض الكتب تقول لك ثمانية وثلاثين حتى تمام؟ هسا البي اتش فاليو انا عندي الوضع الطبيعي ثباح هيكون بين سبعة فاصلة ثلاثة لسبعة فاصلة خمسة اي اشي بين سبعة فاصلة ثلاثة لسبعة فاصلة خمسة بالبي اتش داخل الدم هذي هو ثبرة طبيعي فرق بنص بس نص حرفيا يعني بدأ سبعة ونص مثلا يزيد لثمانية هذا الاشي بيكون ليثل مميت حرفيا الانسان لا يستطيع ان يعيش في هذا الاشي الوضع هلو؟ حلو بيحكي لك طبعا عشان هيك تقدش البي اتش انو كميته لو زيادة بسيطة جدا فيو قد تكون مميتة فعشان هيك انا في داخل جسم الانسان يوجد لدي ثلاثة اجهزة في داخل جسمي مسؤولة عن التحكم بالبي اتش ومسؤولة عن التحكم في هاي درست الحموضة ما هي الثلاثة اجهزة هذول يا اخوان الاول انا وهو البوفرينج سيستم او باسم مرحيم جهاز المعادلة زي ما تحكي حيث طبعا بجد اخطوها انتو بالكيميا انو انجهز المعادلة لحظة بكل بساطة تعادل اي اسد او اي باس اي حمض او اي مادة قاعدية بتفوت الى داخل دمي فمثلا اذا فات في مادة حمضية داخل دمي بتعادلها حظة بوفرينج سيستم اي مادة قاعدية بيعادلها وبمنحها انو تغير البي اتش فبحافظه على البي اتش في درست الحموضة شوفين اندي سيستم اخر يعمل على الحفاظ على البي اتش في درست الحموضة لما يزيد كميته في الدم هذا يؤدي الى نقصان البي اتش انت فهم لي هو غاس حمضي اذا زاد السي او اتو بالدم يعني كمية الاسدتي عندي بالدم بتزيد فاذا الاسدك زاد البي اتش شو بصير فيو بيقل لي انو البي اتش نعرف كلما قلة يعني اسد زيادة كلما زاد البي اتش يعني بايسيك او قاعدة زيادة صح حلو فالسي او تو يعتبر فولاتايل اسد اي حمض غازي او غاز حمضي فبيحكي لك عن طريق التحكم بكمية السي او تو في الدم انا بقدر اتحكم بالبي اتش وخليه وده النور ومرينج بس شوفيندي جهاز الثالث كمان مسؤولنا تحكم بالبي اتش الرينال سيستم اي هي موصول فيها الكيلة كيف باي كونترولين ده امونت او اسدك وبيسيك ايونز انا عندي في الكيلة بقدر انا اتحكم بكمية الايونات الحمضية او القاعدية في داخل دمي يعني مثلا اذا والله عندي الايونات الحمضية كثير في داخل دمي انا بكل بساطة بامسك الايونات الحمضية وبطلعها بالبول وبحافظ على البي اتش في داخل جسمي كون طبيعي بس حلو حلو اذا حكينا عن التمبرتر حكينا عن البي اتش فاليو شوفي عندك كمان بعض الكنسنتريجز اللازم احافظ عليها تكون وذن نورمال رينج بعض التراكيز لازم احافظ عليها تكون بالوضع الطبيعي تباحها او اللي هي بالنورمال رينج تباحها اللي غلوكوس كونسنتريشن اللي غلوكوس كونسنتريشن اخوان النورمال فاليو تبايتو 85 هي كرقم موسيط ولكن كرينج او كمدى من 75 ل95 نقطة انتهى هذا بدي شيء حلو 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 البوتاسيوم كونسنتريشن يسي تركيز البوتاسيوم لازم احافظ عليه وذن نورمال رينج واذا بتتذكر فوق حكينا عن البوتاسيوم كونسنتريشن قلت لك البوتاسيوم في الاكسترسويل الفلاود لاحظوا انك كل حكي عن مين؟ عن الاكسترسويل الفلاود صح؟ البوتاسيوم برا كان اربعة صح؟ ميلي اكويفينت بير ليتر وهو نفسيش رحكي لك اياه بانه هايو هاد البوتاسيوم تركيزه من ثلاث فاصل ثمانية لخمسة ميلي اكويفينت بير ليتر يعني تقيما كرقم موسيط اللي هو اربعة طيب شو بصير اذا البوتاسيوم زاد او قل؟ هل هالدرجة رح تفرق معي؟ بحكي لك اذا البوتاسيوم قل من دون هذا التفاصيل ما تهمنيش انا صراحة ان هي قل اقل من الثلث وإلى ضعب ما تهمنيش اذا البوتاسيوم قلت كميته يؤدي الى شلل في جسم الانسان وإذا زاد البوتاسيوم كميته هذا يؤدي الى خلل في القلب والهارت وبي سيفير للدبريست الهارت والقلب حرفين رح يكون غير قادر على الانقباض ورح يكون حرفين قاعد ومتكي تمام؟ فإذا نقصان في البوتاسيوم يؤدي الى باراليسس وشلل في الجسم زيادة في البوتاسيوم تؤدي للدبريشن في الهارت وتثبيت في القلب تمام؟ فإذا جدا جدا خطير هذا البوتاسيوم لازم أحافظ عليه بالنورمال رينجز شوفين دي كمان ايوني كثير مهمة أن أحافظ عليه الكالسيوم الكالسيوم كثير مهمة أحافظ عليه بالنورمال رينج حيثو إذا الكالسيوم كونستريشن إخوان قل للنص ما أبدأ أحكي لك صار صفر قل كميته للنص هذا الأمر سيؤدي الى إش اسمه تيتانيك كونتراكشنز تيتانيك كونتراكشنز أو اللي هي انقباضات الكزازية يتعرف جزاز إسمائته فيه إنسان يكون حفيه متشنج فإذا قلت كمية الكالسيوم هذا يؤدي الى تشنجات في العضلات اسمها تيتانيك كونتراكشن تمام؟ يا سلام عليك أوكي نفوت الساعة على موضوع جديد شوي صراحة ألا وهو صراحة بلك المحاضرة هون رح يكون خصائص الهوميوستيسي رح ليك عن موضوعين رئيسيات في الهوميوستيس يا أخوان ألا وهو نيجاتيب فيدباك والبوزيتيب فيدباك وهذه الموضوعين رح يضلوا معك إلى طول حياتك جدا مهمات شو معنى نيجاتيب فيدباك؟ شو معنى بوزيتيب فيدباك؟ وهي مرة ثانية خصائص للهوميوستيس هيا حفظ على الاتيزان الداخلي في داخل جسم الإنسان النيجاتيب فيدباك أو مصطلح النيجاتيب فيدباك هي بكل بساطة عشان تفهملي إياها فيه بعدين نقرأ معارضة أو لأي تغيير بصير على أي إشي بالجسم يعني إذا زادت درجة حارة الجسم النيجاتيب فيدباك بيقلل إياها إذا قلت درجة حارة الجسم النيجاتيب فيدباك برفع إياها بلد برشور إذا قلل بلد برشور نقدر فيدباك برفع ليه زاد بلد برشور نقدر فيدباك بقليل ليه وهكذا فهي أنه أنا أعارض أي تغير بصير عندي في داخل جسم الإنسان شو بيسميها؟ نيجاتيب برشور فهي سيريز أوف تشينجز مجموعة من تغيرات التي يقوم بها جسم الإنسان لكي يعيد العامل اللي أنا تغير عندي في داخل جسمي إلى وضعه الطبيعي وطبعاً إحنا كل إشي حكيناه فوق كان ما شاء هذا الأساس إنه تقريباً كل الكنترول سيستمز في داخل جسمي تمشي عن نقدر فيدباك إنه إذا زاد ضغط الجسم بدي أقلله قلل درش حارة بدي أرفحها قلل كونسترشن بجلوكوز بدي أرفعه وهكذا يعني فكلمة نيجاتيب مش معناته إني أنا بقلل أبداً تتخربطوش الله يرضى عليك كلمة نيجاتيب فيدباك مش اللي بقلل يشتغلية لا 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 نيجاتيب فيدباك إني أعارض التغير اللي صار عندي على هذا الأشي في داخل جسمي تمام؟ فإن أور بديز موضوع من الأحيان إذا صار عندي تغير أنا عندي نيجاتيب فيدباك تسوي الأوبيزيت عشان ترجع لي هذا اللي هو الاشي اللي تغير عليه في داخل جسمي ترجع لوضعه الطبيعي فمثلاً إذا صار في عندي أنا زيادة في ضغط الدم شو الرسبونس شو ردة الفعل من جسمي أنه سوي نيجاتيب فيدباك ويقلل لضغط الدم لوضعه الطبيعي تمام؟ تمام شايف هاي القيم؟ نحكي لك هنا هون والله سؤال في الامتحان إذا مش سؤالين طبعا هسا راح أعطيك أنا الفكرة العامة عنها إن شاء الله وراح أنزلكو بإذن الله ملفي و أسئلة عن القيم وأورجيكو كيف ممكن يجي كل سؤال أو كيف طريقة كل سؤال ممكن جاء القيم لأن القيم صراحة موضوع جداً كبير ودكتور نايف كثير بحب إنه صراحة طلاب تفكر في هذا الموضوع وحنوخض إن شاء الله كل الممكن في الملف راح نزلكو إياه لقدام بإذن الله القيم من قيمة القيم شو الجين؟ الجين هو عبارة عن How effective the negative feedback How effective the negative feedback In correcting these changes قديش أنا عندي فاعلية The negative feedback في تصليحي التغييرات تمام؟ فاعلية The negative feedback في تصليح التغييرات بسميها جين طيب الجين شو قانونه؟ فيه إلو قانون فيه إلو قانون فيه إلو قانون عشان أحسبه هي عبارة حسابات طرح الجين قانونه هي عبارة The correction أي التعديل اللي بيسوي ليه The homeostasis أو عفوا اللي هو قديش التصليح اللي بسوي ليه The homeostasis على The error من هذا ال control system يعني أنا عدا المؤاخد ما فيه شي شي بيرفكت أنا عندي هذا ال homeostasis أو عن هذا ال negative feedback صلح لي من هذا التغيير ولكن مش مئة بالمئة تمام؟ قديش ضل عندي أنا error بحطه بهذا اللي هيش المقام فبالتالي نأخذ كمثال بسيط نأخذ كمثال بسيط هون بالله لو إنه مثلا كان عندي أنا ضغط الدم Blood pressure الوضع الطبيعي لإله يا إخوان طبعا ما بكون معطيك يا بالسؤال هو وضع الطبيعي لل Blood pressure هو مئة حلو؟ راح صار في عندي أنا تغيير خارجي أو إنسان نقله دم صار Blood Transfusion وزاد ضغط الدم عنده من دون تنظيم من دون control system ضغط الدم بزيد لـ 175 المفروض المفروض نزيد لـ 175 هاي إيش؟ من دون تنظيم حلو؟ ولكن لاحظنا بإنه أنا في داخل جسم الإنسان لأنه في عندي control في عندي negative feedback في عندي أنا تنظيم بين هوميوستيسس راح الضغط الدم ما زاد لـ 175 زاد لـ 125 إيه؟ طب ممتاز لاحظ معي إذا أنا سألتك هذا negative feedback و هذا هوميوستيس قديش صلح لي أنا عندي من هذا التغيير؟ يعني أنا كان المفروض عندي يرفع لـ 175 ولكن هذا negative feedback صلح لي هذا الإشي و رفع عندي بس لـ 125 فقديش صلح عندي؟ هو عندي 175 ناقص 125 هذا التصليح فعني 50 هذا البسط وهو الـ correction شو نعرف مرة ثانية الـ gain ما هو قانونه هو الـ correction على إيش؟ على الـ error اللي ظل عندي و زي ما قلتلك أنا إذا كان هذا negative feedback شغال مية بالمية و يعني perfect المفروض أنا ما يصيرش في عندي أي زيادة على الـ pressure المفروض هيضلها مية يعني إن شاء الله أنقول لك 40 اللي تردم المفروض ضغط الدم عندك يضل المية ولكن لاحظنا بأن لا ضغط الدم زاد لـ 125 هذا يعني بنكون control system مش perfect كان في عنده error كان في عنده خطأ قديش الخطأ اللي أنا عندي إياه إنه أنا بدل ما يكون 100 صار 125 فهو 25 الخطأ حلو؟ فقديش الـ gain؟ 2 على 1 طب أنا هسا هون راح تلاحظوا إن شاء الله هون في أثناء اللي هي شرح وأنا في عندي positive وعندي negative ما تهتموا فيها لا الـ positive ولا negative إحنا بنهتم فيها الدكتور بلسانه حكى إنه ما راح ييجي في الامتحان لا positive والـ negative فقط أرقام بحتي تمام؟ فأنا عندي الـ gain هو الـ correction التصليح اللي بسوي لي إياه الـ control system على الـ error أو الغرض اللي بيضل عندي فالـ correction هو the amount that was correct by the home stasis قديش أنا صلح للـ home stasis الـ error هو الـ amount اللي ما قدري صلحه الـ amount اللي ما قدري صلحه فكم مثال زي ما قلنا البد ترانسفيجي مثلا واحد نقله دم بلد برشر لو إنه أنا ما في عندي بارو ريسيبتور أو ما في عندي أنا تنظيمة في الـ negative feedback البلد برشر كان مفروض يزيد من 100 إلى 175 ولكن لأنه جسم الإنسان فيو control فيو بارو ريسيبتور لاحظنا بأنه أنا البد برشر زاد من 100 إلى 125 بس حلو؟ فلاحظ ما قديش أنا الـ control صحح لي بدل ما إنه يكون 175 صحح لي هاي الزيادة وخلاها بس إلى 125 فالتصحيح 175 ناقص 125 فالتصحيح هو 50 حلو؟ حلو قديش الـ error قديش الكمية لي ما قدر يصلحها؟ يعني المفروض الطبيعي هو 100 ولكن رفعت الـ 125 فقديش الكمية لي ما قدر يصلحها هي 125 ناقص 100 ليه 25 فالـ error 25 فالـ gain بيكون 50 على 25 اللي هي إيش؟ 2 ومرة لا تهتموا لي لابسها لي ولا موجب حلو؟ هايه الـ gain بكل بساطة الـ correction قديش صلح لي أنا هذا الـ control system على الـ error على الكمية لي ما قدر يصلحها حلو؟ حلو طيب عشان نفهم شاء شايف هاي نقطتين جدا جدا مهمات صراحة كثيرة حسا لاحظوا أنا عندي blood pressure الزيادة في الوضع الطبيعي الزيادة هون لما نقلنا الدم كانت 75 صح؟ 75 قديش صلح لي منها؟ 50 يعني أنا لو أمسك هاي الـ 75 وأقسمها إلى 25 25 25 ثلاث أثلاث يعني أنا ما تم تصليح 22 25 وواحدة ضلتها غلط فأنا عندي في الـ blood pressure الـ baroreceptors تستطيع أن تصلح ثلثين الغلط وبظل عندي بس ثلث غلط واحد فركز معي كيف أنا والله هون زيت هون 75 عندي اللي هي الكمية كاملة والغلط اللي ظل موجودة أو الـ error الوحيي الظل موجودة هو ثلث هذا الخطأ له 25 فأي خطأ وإضافة سواء كان زيادة أو نقصة بالـ blood pressure فأي خطأ وإضافة سواء كان زيادة أو نقصة بالـ blood pressure فهو صلح لي فقط يصبح ذا ثلث في الـ يعني لو أنه أنا عندي هذا الكمية ما كان موجود المفوض يجد لـ 175 في هذا المثال ولكن لأنه الكمية موجود زاد فقط ثلث هذا الغلط كميات 75 هاي؟ اللي هي 25 فزاد فقط 25 حلو؟ فإذا بيحكي لك إذا 3 units لو أنا زاد عندي 3 units مثلا زاد أنا عندي كمية الضغط من 100 إلى 103 أنا عندي اللي هو Control System بقدر يصليح لي ثلثين وثلث لا، فبدل ما زيد إلى 103 فتزيد إلى 101 فأصدف 1 unit هايوين بل بلد برشور بس فإذا بالبلد برشور ال Control System بيصلح لي و لكن في الوصف. إنه الدرش الحارة اللي حولي زادت بمقدار 34 درجة تخيلوا زادت بمقدار 34 درجة درجة حارة جسمي بتزيد بس بمقدار درجة واحدة نشوف المثال هاض لو إنه أنا صار الخطأ عندي مثلا بدلا ما إنه عنديني درجة حارة جسمي 37 صح؟ بيجي بحكي لك زادت درجة حارة خارجية بمقدار 34 34 و 37 فتكون اللي هي 71 تخيل إن السلط درجة حارة تكون 71 مستحيل صح؟ بيحكي لك لا أنا، لو كان ما كانش فيه كنترول هون ووذ آوت كنترول ولكن أنا بالكنترول عندي في داخل جسمي لما كان في عندي كنترول والوضع الطبيب داخل جسم الإنسان لحظ بإن درجة حارة زادت فقط لثمانية وثلاثين 38 زادت درجة واحدة فقديش الـ travail؟ راح يكون أنت برأيك الـ travail يسيطك اللاتي أنا بشوف الـ strongly قديش الـ correction من 71 الـ 38 قديش؟ اللي هاي نقصة اللي هاي 33 هدا الـ correction تمام؟ قديش الـ error؟ الـ error أنه قديش أنا متقدرتش أصلح أنا 38 إلى 37 قديش يفرق بيناتهم؟ واحد فهدا الشي ما قدريش تصلحهم فالـ gain ثلاثة وثلاثين على واحد هاذا ايش الجين تبع بسم الله الرحمن الرحيم البادي تيمبرتر في حال ان انا صار في عندي اي خلل فيها فاذا انا لما يكون في عندي بالبادي تيمبرتر في عندي اي خلل زيادة 34 درجة سليسيوس خارج جسم الانسان تؤدي الى زيادة درجة واحدة فقط في جسم الانسان فلاحظ قديش ان الكنترول سيستم في داخل جسمي قديش فعال في الحفاظ قديش فعال درجة حرارة الجسم تمام؟ تمام يا سلام عليك هي مرجى مرة ثانية هي عبارة عن بس رياضيات بحثة ما فيها اي شي وان شاء الله برحارجة نزلكوا ملف واشحاركوا اياها بشكل مبسط وانحل سؤالين ثلاثة عليه بحدي فهم كل الافكار بإذن الله خلصنا من النقطة انو والله انا اي شي بزيد بدي اقللو اي شي بقل بدي ازيد الوضع الطبيعي شو معنى بوزيتف فيدباك بوزيتف فيدباك عكس النقطة فيدباك بالضبط النقطة فيدباك كان اذا اي شي زاد بقللو اي شي قل بزيدو البوزيتف فيدباك لا اي تغيير بصير عندي انا بزيدو يعني اذا قلل ضغط الدم بقللو بزيادة اذا زاد ضغط الدم بزيدو بزيادة تمام؟ طبعا هالهاض اي شي منيح اكيد لا رح تقديلي الى ايش الى عدم استقراريه في داخل الانسان قد تؤدي الى فيشيس سايكل وديث قد تؤدي الى موت الانسان تمام؟ انيشياتينج ستيميولاس كوزز مور اف دساميش ستيميولاس انو انا مقصود فيه الستيميولاس الاولي او المحفز الاولي ادى الى تحفيز زيادة واكثر من هذا المحفز نفسه فالبوزيتف فيدباك مش منيح انا اذا زاد عندي ضغط الدم المفروض ان ارجع اقل له صح ولاك بوزيتف فيدباك اذا هو اللي تفعل بروح بيزيد الى ضغط الدم بزيادة وزيادة وما يقدر مشاكل كبيرة جدا في داخل جسم الانسان فالبوزيتف فيدباك مشش منيح الا في بعض الاكسبشنز ان شاء الله فيها الصفحة هون تمام؟ تمام فنغض مثال كيف ان البوزيتف فيدباك ممكن دمر جسمي حرفيا بيحكي لك انا عندي في داخل جسم الانسان نحطوا ليها هون بخط ايدكم في داخل جسم الانسان كمية الدم هي خمسة لتر قديش كمية الدم في دسم الانسان خمسة لتر تمام؟ تمام بيحكي لك اذا انا فقط لترين من الدم لترين كمية الدم اللي ضايلة عند الريمينيينج اماونت والنط بي انف تسبلاي بلد اورغانز وذ او تو اذا انا فقط لترين دم ضايلة عند ثلاثة لتر دم هذول الثلاثة لتر دم غير كافيات اذا ارنت انف انه يغذوا ويعطوا انا اعضاء جسمي عن اكسجين كافلة لهم ومن هاي الاعضاء اللي بتحتاج اكسجين عشان ضرها شق غالي منه القلب نفسه اللي بضخ الدم هذا القلب بده اكسجين يعني ببوض تخيل عشان تفهم الشغلة يعني بعرفش اللي بتعرفه عشان لا القلب لما يضخ الدم بيضخ الدم لباقي عضاء الجسم ولنفسه ايضا عشان القلب عضو زي اي عضو اخر بده اكسجين وبده نيوتر عشان يشتغل فهذا القلب رح يتقل كمية الدم اللي واصليته فتخيل انا عندي كمية الدم الواصل للقلب ايش صار فيها قلت صح فقديش شغل القلب رح يصير اكيد اقل ما رح يقدر ينبض زي زمان صح فشغل القلب والبي افكتد مما يؤدي الى لس بمبنج بلد مما يؤدي الى نقصان كمية ضخ الدم طيب انا لما فقدت اصلا اثنين لتر شو صار بضغط الدم عندي قل كثير صح طيب تخيلي بعد ما قلت ضغط الدم كثير انا عندي القلب بطل ينبض وضمن يوح صارت كمية نبض القلب كمان اقل فشو صار بالبلاد برشر صار يقل زيادة وزيادة نقصان بلاد برشر زيادة وزيادة هذا يؤدي الى نقصان كمية الدم الواصل للقلب اكثر واكثر مما يؤدي الى نقصان عمل القلب بزيادة ونقصان الضغط بزيادة وحرفيا بتصير زي الدورة كلما قلت ضغط بزيادة قلت كمية الدم الواصل للقلب قل شغل القلب دورة ضغط وشو اسجابتي باعتو كان نقصان البد برشور بزيادة فهذا اشي مش منيح حلو حلو طيب متل بوستف فيدباك بيكون مفيد عندي يا اخوان البوستف فيدباك بيكون عندي مفيد في ثلاثة حالات لا رابع لها فقط لا غير الحال الاولى هي بلد كلوتنج تخثر الدم ثانيا تشايل بيرد على وهي الولادة والثالثة جنريشن وفنوزينجز او تكوين السيالات العصبية بس معلومات حرفين سطحية عن كل واحدة بلد كلوتنج انا تخيل لي يا سيدي انو انا في عندي وعاء دموي هون وهذا وعاء دموي صار فيه هون ايش خرق يعني الدم صار يسيل لبرة صح هاد ايش بش منيح فانا ايش هزم سوي فيه هاد الي هو الاغتلال قادر ما ذكره بيجي عندي انا مواد اسمها كلوتنج كلوتنج فاكتورز حلو هاي كلوتنج فاكتورز هي عبارة مواد داخل الدم هون تيجي تترسب هون في هاد المكان اللي هو المكان الخزق حلو ترسب اللي كلوتنج فاكتورز هون وتفعيل هاي اللي كلوتنج فاكتورز حشان نقول دقين تفعيل هاي اللي كلوتنج فاكتورز يؤدي الى تفعيل اللي كلوتنج فاكتورز اخريات بزيادة فلاحظ معي بانه شو الستيميولوس الاولي كان تفعيل اللي كلوتنج فاكتورز او عوامل التخثر شو الاستجابة تبعي تجسم انه يفعل عوامل تخثر بزيادة فهذا بوزيتف رسبونس مفيدة عشان ايش بالنهاية بدي انا بدي اسكن هاضو الوعاء الدموي اللي انا الخزق عندي صح فبيحكيلك لما البلد الفيزيلي سير فيه انجري لما يتأذى انا عندي وعاء دموي في اندي بانه شو ما كلوتنج فاكتورز راح تتفعل عشان تسويلي كلوت او تسويلي خطرة تفعيل هذي اللي كلوتنج فاكتورز سيؤدي الى تفعيل زيادة وزيادة لكلوتنج فاكتورز اخريات مما يؤدي في النهاية الى تسكير اللي هو الخزق الى وعاء دموي وتسكير وعقاف اللي هو لنزيف اللي صار عندي حلو حلو بالله تخيل لي شغلة انو انا عندي هاي الخطرة كونتهون وسكرت لي ولكن ما وقفت ما وقفت ايه ايه وقفت إش يا بو الشط لا يا بو الشط شو قاعد بصير سكرت لي الوعاء الدموي كامل فانا تخيلوا وسكرت الوعاء الدموي كامل فانا تخيلوا سكرت الوعاء الدموي كامل الدم راح يبطل يقدر يمشي حارفين فهاش مش منيح طبعا فهذا اللي كلوتينج اجباري انا اوقفه هون بعد ما اسوي الخطرة ويتسكر انا عندي هذا ايه الخزق اللي هون فبيجي بيحكيلك هالي بروسس لازم تتسكر بعد كلوزنج دهول بعد ما اسكر انا هاي الحفرة او هالي الخزق بالوعاء الدموي اجباري انو انا هذا اللي كلوتينج انو يسكر عندي او يوقف عندي ليش؟ لانو لو كمل اذا انو تتسكر يمكن ان تسكر الوزل وممكن يسكر الوزل كامل ويسويلي مشاكل كبيرة زي ايش؟ زي النوبة القلبية او هارتتاك فاذا اول اكسبشن اللي هي بيكون فيه البوستف فيدباك منيح لالي هي البلد دي كلوتينج ثانيا الولادة كيف يا اخوان ولادة بتكون ايش منيح؟ تلك يفون عندي انا هذا الطفل موجود피ي في الرحم انقباضkkعضرات الرحم سيؤدي الى دفع رأس الطفل الى وين؟ الى عنق الرحم صحى هذه عنق الرحم ouyr السيرفيكس اللي هون ف cattle dy كيف السيرفيكس توسع؟ بدي أكتف ان شغله توسع عنق الرحم يؤدي الى ارسال اشارات للرحم انه انقبض بزيادة ف لما ينقبض بزيادة بدفع الطفل بزيادة بتجاه عنق الرحم فعنق الرحم بيتوسع بزيادة فهذا يؤدي إصال إشارات أكثر للرحم إنه انقبض بالزيادة فطل كيف إنه أنا عندي كل ما تنقبض عني الرحم بزيد أنه يتوسع انقر الرحم لأنه الطفل قاعد يمشي عبره إما يؤدي إصال إشارات أكثر للرحم إنه انقبض بالزيادة فشو الانيشي الستيميولوس؟ إنه أنا عنقي ب Разرحم كان صحيح أن أدفع الطفل للأسفل وشو كان الستجابة طبعته؟ إنه أنا الرحم قاعد بين قاعد عندي الزيادة وزيادة وأقوى فهاي تشالد بيرت اشي منيه اشي اقدر اطلع الولد الى الخارج حلوين فبيحكي لك في تشالد بيرت ديوري 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 ديوريس ديوريس will contract and push the baby's head against the cervix حلو فانا في اثناء الولادة الرحم سينقبض وسيؤدي الى دفع رأس الطفل باتجاه عنق الرحم وايش تمديده ذلك كيف ان الطفل الرأسه قاعد بجاع عنق الرحم بتمدد تمديد عنق الرحم بيحكي لك the stretch cervix عنق الرحم الممدد سيبعث signals واشارات لليوترس والرحم ليش شو بيسوي لهي الاشارات تزيد من انقباضات وقوة انقباضات الرحم وتقلل من مدة ما بين هذه الانقباضات تقلل من time between the contractions فلاحظ بانه انا بزيد عدد الانقباضات وبزيد قوة الانقباضات عتنه ايش تنه عدك هالولد ينولد فشو اللي trigger الاولي انقباض الرحم انقباض الرحم ادى الى توسع عنق الرحم توسع عنق الرحم ادى الى انقباض الرحم بالزيادة فالرسبونس كان stronger وزيادة النمبر حتى كمان تبع ال contractions حلو حلو هاي طبعا بوستوب فيدباك مفيدة عشان بدي وردين ورد بالنهاية واخر ايني ماله وهي جهة من جهاد خلفي جهة اا مفيدة الى وهيا generation of nervous signals تكوين السيالات العصبية جوز اقدتوا بالتوجيه السيالات العصبية لتتكون عندي وشان نفهم شغلة بس على السريعة انا عندي في داخل جسم الانسان في داخل الخلايا داخل الخلايا انا موجود عندي توزيع للشحنات على الجهتين صح هل تتذكر انو انا قلتلك خارج الخلية بكون عندي انا الصوديوم كثير والكلورايد كثير داخل الخلية عندي انا بوتاسيوم كثير و اش سي او ثري مانس كثير هيك ناهم عنو مقابل صح بيجي بحكي لك توزيع الايونات على الجهتين الخلية غير متساوي كيف يعني توزيع الايونات موجبه والسالب توزيع الايونات الموجبه والسالب على طرفي غشاء الخلية غير متساوي فهذا يجعل خارج الخلية موجبا مقارنة بداخله ليش لانو كمية الشحنات الموجب اللي بره اكبر من كمية الشحنات الموجب اللي جوه بس خليها ببالك بره بالوضع الطبيعي موجب وجوه سالب حلو حلو هذا هو الطبيعي للخلايا فبيحكي لك هنا يعني انا عندي كل خلايا الجسم في داخلها يوجد شحنة سالبة مقارنة بالخارج حلو يا سلام عليك بسبب ايش بسبب توزيع الايونات غير المتساويه ما بين داخل وخارج الغشاء لانو انا عندي داخل الغشاء يوجد شحنات موجبه اقل من شحنات الموجب موجودة خارج الغشاء فببرا صار موجب مقارنة بالمجوه اللي هو صار سالب حلو حلو بيحكي لك انا في عندي بعض التشيوز وبعض الانسجة تعتبر انسجة اكسايتابل يمكن تحفيزها شاني يندين تحفيزها يا اخوان عشان تفهم شغله كلمة تحفيز لتشيو انو انا بدي اسوي فيه كهربا بدي اسوي فيه سيال عصبي سوي فيه كهربا شاني كهربا بكل بساطة انا بدي انقل هاي الشحنات الموجبه من بره لجوه وهاي من بره لجوه من بره لجوه ان ايش اسوي الخلية اخلي الخلية من جوه موجبه ومن بره سالبه شايف هاي عملية ان اخلي جوه موجبه بره سالب اني نقل الايولات الموجبه من بره لجوه هاي العملية بسموها اكشن بوتينشل انا احنا اخذنا ان شاء الله لقدام او تكوين السيال العصبي وانا عندي هاي اللي هي التشيوز اللي ممكن تكون اكسايتابل وقادرة انه تسوي هذا السيال هي خلايا العصبية طبعا والخلايا العضلية وانا هيك اللي قدام بإذن الله في المحاضرات القادمة المقصود بإكسايتابل المرة الثانية انه أنا الممبرين تشارجز على وهي المقصود في توزيع الشحنات عبر العلاجاتين الممبرين على هون الممبرين بوتينشل بسموه حتى كود بي تشينج تو بي كم بوزيتيف انسايد وبره يكون نيكتف فانا القصة وما فيها كلمة إكسايتابل انه انا اغير شحنات الممبرين بحيث بدل ما يكون بره موجب جوه سالب أعكسهن يصير جوه موجب وبره سالب أدخل الشحنات الموجب من الخارجي إلى الداخل لما أدخل الشحنات الموجب من بره لجوه شو بيسوي له هاي الشغلة؟ حارفيا كهرباء تخيل انه شحنات تنتقل وحركة الشحنات هي كهرباء فهاي الكهرباء هي السيالة العصبي حلو؟ يا سلام عليك طيب أنا سؤال إذا بدي سألك سؤال أنا قاعد بحكيك هاي الشحنات الموجب ببره شحنات الموجب من بره دخلها لجوه شو الشحنات الموجبه الموجودة عندي بره لخلية؟ أتوقع ما عرفته هاش صح؟ الصوديوم لا الصوديوم صحيء مئة بالمئة هي الصوديوم يخوان فالصوديوم هو عبارة عن الايون الموجب الرئيسي خارج خلية فهول رح يدخل لجوه وسوي لي هاي الكهرباء فبيكي لك لكي يدخل الشحنات الموجب لداخل خلية عشان أنا الشحنات في داخل خلية سير موجبه لازم بوزيتيف ايون يدخل لداخل خلية شو هالا بوزيتيف ايون شو الشحنات موجبه بتدخل لداخل خلية؟ هي الصوديوم حلوين؟ لحد بالقوم كله حلوين حس عشان نفهم شغله أنا عندي الصوديوم كيف بدخل لداخل خلية من البداية أصلا؟ حيني نرجع شوي لقداري براه أنا عندي هون على سطح الخلية يوجد قنوات للصوديوم هاي قنوات الصوديوم ايش مالها؟ سكرة هيك سكرة بتكون حلو؟ ولكن أول قناة الصوديوم تيجي بوم تفتح بيجي هالصوديوم ودخل عبرها حلو؟ دخول أول جزيء الصوديوم إلى الداخل سيؤدي ذلك إلى تحفيز قنوات الصوديوم الأخرى وإش تسوي؟ تفتح كل ياتها ويؤدي ذلك أن الصوديوم يصير يفوت لجوة عبر كل هذه القنوات فلاحظ معي بأن دخول الصوديوم أول مرة أدى إلى فتح قنوات الصوديوم بزيادة ودخول الصوديوم بزيادة فالإنيشال السيميلس والمحفز الأولي إش كان؟ صوديوم إنترنت دخول الصوديوم شو الاستجابة كانت؟ أني أنا أزيد كمية الصوديوم اللي قابت خل لجوة فبوزيتيف فيدباك تمام؟ فبحكي لك أول صوديوم دخلت إلى الداخل ستسهل تسهل دخول مور مور صوديوم آيون إلى داخل الخلية حتى يصير داخل الخلية إيش ما له عندي؟ موجب وهي تكون لدي السيال العصبي أنا بسميه أكشن بوتنشل وفي عنا محاضرات تفصيلية كبيرة إن شاء الله عن الأكشن بوتنشل لقدام وسهلة جدا إن شاء الله يعني هاي الإشي حكيتكم إياه هسا يلخص 50% من المحاضرات سهلة فإذن شو الليوسفول فبوزيتيف فيدباك أو البوزيتيف فيدباك المفيدة فقط في داخل الشم الإنسان يا بلد كلوتينغ التخثر الدم والشايلد بير وشايلد بير وشايلد بير وشايلد نيرف سيجنلز أي إشي الثاني بالبوزيتيف فيدباك غير هذول الثلاث يعتبر إشي سيئ وإشي مضال الجسم وقد يؤدي إلى الدث وموت الإنسان أخر إشي بدي أحكيه ألا وهو كومبليكس تايب أوف كونترول سيستم هسا أنا في عندي غير الكنترول سيستم زي حكيانا فوق النيكتب فيدباك وبوزيتب فيدباك في عندي كنترول سيستم اسمه أدابتف كنترول سيستم حلو؟ هاذا الأداة في كنترول سيستم ألا وهو عبارة عن جهاز تحكمي تكيفي كيف يعني تكيفي؟ يا أخوان بالله تخيلوا لي المثال كالآتي أنت ماشي بالشارع فجأة ولا أنك داعس على مسمار تخيل لو أنه أنا بدي أستنى أنه أنا أجري داعسة على مسمار بدي أستنى أن العصب اللي بأجري يبعث رسالة لمخي مخي يرضى عليه يفهمني يفهم هاي الرسالة أولا بدي أستعى مسمار بعدين يرسل الرسالة لأجري شي لأجرك عن المسمار بيكون المسمار فات و تغلغ الجوة و يعطيها ألف عافية فإيش مش منطقي صح؟ فبيحكي لك موذمنتس أوف أور بوديز أكثر أنا حركات جسمي كثير سريعة وفي بعض الأحيان تايم إذنان في الوقت مش كافي للنيرف سيجنال السلولي العصبي ينتقل من الأطراف تبع الجسمي للدماغ ومن الدماغ يرجع مرة ثانية عشان يحرك لهي الأطراف بيكون المسمار خلص فات و خلص فعشان هيك الدماغي بيستخدم قاعدة شو اسمها القاعدة؟ اسمها فيد فورورد كنترول فيد فورورد كنترول هاي الفيد فورورد كنترول إخوان هي عبارة عن فيري فاست ركوايرد موسل كونتراكشنز هي عبارة عن انقباضات عضلية سريعة جدا الدماغ حاطها بالعضلات تبع الجسمي حلو؟ عادك أنا لما أجي تسع المسمار على طول من دون ما يرسل رسالة لدماغ عشان أنه والله يحرك اللي هي إجرك على طول اجري لحالها بتشري عن هذا المسمار أول ما تلمسه تمام؟ ولكن هذا دين أنه الدماغ خلص صف على جنة ملوش أي دخل؟ لا 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 أنا لما أجي أدعش على طرف المسمار وأجي تنشال أنا العصب اللي أنا ضرب بهذا المسمار رح يرسل سيال عصب يلجأ لراسي أو لمخي وهذاك مخي رح يشوف هل هاي الحركة كانت صحيحة أم لا؟ يعني تخيل والله عشان نفهم شغله، أنت متجي تسع المسمار مفروض إجريك تشيلها، صح؟ ولكن لما شلتها ممكن تكون سرعتك غير كافية والمسمار علك جوا صح؟ فهون مخي بقول لك حركتك سريعة ولكن صحيحة ولكن كانت بطيئة فأنا هون لازم أشيل المسمار وهذا إشي رح أسميها اسمه delayed negative feedback فطل كيف؟ مرة ثانية هي عبارة عن انقباضات للعضلات سريعة جداً فيها مشكلة؟ فيها اش مشكلة؟ بعد ما تنقبضهاي العضلات وتنشيل إجريك عن المسمار أنا اللي عندي العصب اللي ضرب بالاسمار هناك رح يبعث لي نيرف سيجنل من هذيك المنطقة عشان بس يعلم للعصب يعطي معلومات للعصب انه هل هاي الحركة كانت صحيحة؟ ولا لا؟ حلو؟ عالك إذا هذا الفيت فورورد موفمنت كان مش صحيح وكان مش مزبوط والله المسمار علق بإجري ذا برين كوريكت الفيت فورورد سيجنل اللي برين والمخ بيعالج لي هاي الحركة داخل إجري للمرات الجاي وبيخليها أسرع وأسرع عشان ما يلاحق المسمار يدخل إلى داخل رجلي فانا شو الهدف من هاي السيجنل اللي أنا بعثتها لمخي؟ ما خلاص مسمار فاتفات شو بس نفيد منها؟ انه مخي يعدلي هاي الفيت فورورد كنترول موجودة في إجري بحيث مرات جاي تصير أسرع وأنا أبتعد عن المسمار بسرعة أكبر عشان ما يقدر يفوت إلى داخل رجلي حلو؟ حلو وهاي سميها أنا ديلي نيكاتب فيدباك فكمثال إذا أنا داعست على مسمار أنا سأغFreeك كيلة بسرعة عن هذا الخطر من دون ما تفكر حتى هذا الفيت فورورد كنترول ولكن إذا هالنيدل، إذا هالمسمار ضل معلق جوه أنت بكل بساطة سأغRMoveك وهذا اسمو ديلي نيكاتب فيدباك طبعا ديلي نيكاتب فيدباك إلو زي ما تحكي تفرط روعين هذا التفرع الأول ألا وهو تصحيح الخطأ اللي صار عندي في هذه اللحظة بالإضافة للإشي الأساسي فيه إنه أنا عشان المرات الجاي أقدر أن أسرع حركة رجلي عن هذا الخطأ اللي صار عندي تمام؟ تمام وبهيك منكون خلصنا أول محاضرتين جمعيات إن شاء الله طبعا أي سؤال أي استفسار أنا جاهز في أي وقت يا إخوان سواء كان من ناس مسجلين عندي أو مش مسجلين هذا ليس علم المحتكر أبدا والله فأي إنسان عنده أي شخص أي دكتور دكتورة عنده أي سؤال في أي وقت أنا جاهز بأي وقت إن شاء الله ويعطيكم ألف ألف عافية